هاي زيكم معاكو خدود والنهار ده هتكلم على رواية من احلى الروايات اللي انا بحبها وقربها لقلبي ان ما كريتش اكتر رواية على الاطلق انا بحبها في الادب العالمي وطبعا عرفتم العنوان ان هي رواية جين اير بصو احنا زي ما احنا متعودين الفيديو هيبقى ملخص وهيبقى تحليل نقدي للرواية بتاعتنا قبل ما ابدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير يا دمية عشان في ناس كتير بتسأل على الحاجات دي في يعني يفيدوا غيركم وفي نفس الوقت اكتبوا لي تحت في التعليقات رأيكم ايه ولو اول ما تشفوني معجبكم محتوى القناة هتلاقوا زرار احمر مكتوب علي سبسكرايب او اشتراك هندوس عليه جنبه جرس ايزا شكله يبقى كده قل او تفعيل للكل ما تأكدوا عشان يوصلكوا اشعار كل منازل فيديو جديد اوكي طيب طبعا حبيبتي رشا اللي طلبت الفيديو يا ربي يعجبك وفي ناس طلبت حاجات تانية كلها جميعنا شغال عليها اوكي فيلا بينا نتكلم على روايتنا النهاردة جين اير جين اير طبعا بتاعت الكاتبة المشهورة جدا شارلوت برونتي وصوا يا جماعة روايتنا النهاردة نقدر نقول عليها مبدئيا التحليل هيبدأ مدية دي اوكي بس يعني شوفوا الفيديو على بعض ولي ان في حاجات بتكمل بعض في اول وفي اخر الفيديو اوكي طيب الرواية بتاعتنا تعتبر من اوائل الروايات اللي تندرج تحت الادب النسائي او اللي هو الفامانست يعني النابلز بقى وكده ليه حنشوف قبل ما ابدأ في اي حاجة وقبل ما ابدأ حتى في ملخص الحدوتة انا عايزة تكلم على العصر بتاع الرواية لانه يهمني جدا هيخليكوا في النص واحنا بنحكي هتفهموا حاجات وحستخدمها في التحليل ان شاء الله بعد ما نخلص ملخص الحكاية طيب روايتنا يا جماعة كتبت في تقريبا اوائل القرن التسعتاشر وده يعتبر في انجلترا حاجة اسمها فيكتوريان انجلند اوكي يعني ايه فيكتوريان انجلند يعني انجلترا في العصر الفيكتوري هو يعتبر فيكتوريان ايدش يعني يقدر نمول اوكي انا بس في دقيقة عايزة اقول ثلاث سمات رئيسية هستخدمها في روايت النهاردة ليها علاقة بالعصر العصر الفيكتوريان ايج او فيكتوريان انجلند في انجلترا كان يعني في نوع ثلاث نوعات اساسية حاجة ليها علاقة بالدين وحاجة ليها علاقة بالنساء او الستات يعني في المجتمع وحاجة ليها علاقة بالطبقات او اللي هو نقدر نقول طبقات المجتمع اللي هو social class اوكي المستوى الاجتماعيان اوكي خلينا نتكلم اول حاجة على النقطة بتاعة المرأة العصر الفيكتوري ده كان فيه حاجات كده بتميز نقدر نقول المرأة يعني في العصر ده اول حاجة يا جماعة ان كانت الست في الوقت ده بتتشاف اقل من الرجل يعني انفيرير انفيرير يعني اقل من الرجل الرجل كان المجتمع بيشوفه احسن من الست او اعلى من الست اقوى احسن ان جنرال اوكي فالمرأة في الوقت زي زي ما قلنا كانت بتتشاف اقل من الرجل كان ماينفعش نتش تغل مش بيحبزه شغل المرأة ماينفعش تبقى مستقلة مديا مجتمعيا عارفين اللي هو يمسي السيد والكلام ده هو كده اللي هو المرأة ماينفعش تخرج من البيت كتير ماينفعش تشتغل ماينفعش تبقى معاها فلوس بتاعتها مستقلة مديا لازم الرجل هو يعني هي تبقى معتمدة على الرجل في الفلوس وفي كل حاجة كمان لازم تبقى سلبية ما لهاش موقف ما بتاخدش موقف من حاجة تبقى تستحمل واي حاجة تضييقها تسكت وما تبينش مشاعرها كانت لازم انها تبقى جود جيرل بقى وهدية وما تبقاش عصبية وما تبقاش كده كمان الاعمال اللي كانت ممكن تعمله حاجات في البيت بقى انها هي تريكو وتطريز وانها حاجات تتعلم في البيت اوكي حاجات اللي هي الفيميل الاوي دي انما ما كانش فيه الجوة بقى بتاع النستة تشتغل ويبقى معاها فلوس والكلام ده لا خالص كان المجتمع في الوقت ده بيرفض حاجة زي كده وعشان كده الكاتبة بتاعتنا تشارلت برونتي هنشوف من خلال الاحداث نهاية كانت ضد الموضوع ده اوكي عشان كده تعتبر دي من اوائل الروايات اللي تعتبر بتناقش القضية دي او تعتبر من الاعمال الادبية النسائية شوي اوكي طبعا مش فجة قوي بس انتوا هتشوفوا خلال الاحداث الدنيا اي تاني نقطة في الفكتوريان انجلند او العصر الفكتوري كان لها علاقة بالطبقية او الطبقات المجتمعية يعني الكلاث اوكي الكلاث ديفرنس او كده اللي هو سوشيل كلاس مستوى الاجتماعي كان في الوقت ده فيه تفرقة في المستوى الاجتماعي مثلا لازم الناس الاريستوكريتز او اللي هما الناس الاريستوكريتين اللي من الطبقة الاجتماعية العالية لازم يبقوا أغنية لازم يبقوا متعلمين مثقفين بيعرفوا إيتيكات الجودة بالنسبة للطبقات التانية لأ فالفكرة المستوى الاجتماعي كانت مهمة وكان ما ينفق يعني مثلا الشخص اللي بيشغل عنده موظفين دايما بيعمل الموظف عنده أيا كان موظف فيه يعني مثلا دايما كان فيك فكرة أن الموظف ده يتعامل أنه هو خادم أكتر من أنه هو موظف عادي فاهمين يعني الصاحب الشغل ده كان الماستر بتاعه فالفكرة أنه مسج الطبقات أو حد يجاوز من طبقة غير طبقته ده كان مش موجود أوي وكان المجتمع ضده فدي نقطة النقطة التالتة اللي هتعدي علينا برضه في الرواية وهي نقطة الدين طبعا في المجتمع ده في الوقت ده البيكتوريان إنجلند كان السائد اللي هو الكريستيان اللي هو الدين المسيحي طبعا وبتعاليم الكريستيان رولز كان عندي نوعين من الناس المتدينين في المجتمع في الوقت ده يا إما نوع متزمت وشايف أنه لازم الإنسان يضحي بالعواطف والمشاعر ومشارفقية عشان خاطر الدين أهم حاجة عنده الدين والأخلاق ومش مهم مشاعرك مش مهم احتياجتك كإنسان فده ده نوع كان موجود نوع تاني كان قاسي وشايف برضو قصوة في إن الدين في قصوة لحد كبير هنعدي علينا نموذج له والنوع التالي ده يعتبر كل مستنوع واحد النوع بقى التاني أو النقيد وهو النوع اللي شايف الدين من الوجهة نظر رحيمة وكويسة وطيبة وكله ولكن سلبي يعني هتلاقوا إن الشخصيات اللي بتمثل الاتجاه الديني ده آه ماشي الدين هنا في عدالة وفي أخلاق وكل حاجة وفي رحمة وكله ولكن اللي بيمثلون السلبية يعني من ضمن المواصفات بتاعتهم إنه هم سلبيين مش عارفين الحد اللي يبقى طيب بهبل اللي هو حتى ما ياخدش حقه ويسيب الناس تأذيه الجودة فاهمين قصدي فكان هم دول النموذجين الموجودين في المجتمع اللي هم الدينيين اللي موجودين في المجتمع في الوقت بتاع كتابة الرواية وحنشوف لو إحنا بنحكي الرواية بتاعتنا إن الكاتبة بتاعتنا كانت ضد التلات نقاط دول يعني هتلاقوها هي بتنتقد التلات نقاط دول من لي في الرواية بتاعتي أنا بدأت بالجزء ده ما بدأتش بالملخص على طول لي؟ عشان وانا بحكي عايزاكوا تحطوا التلات نقاط دول في دماغكو وتبدأوا إن انتوا وإحنا بنحكي تتدربوا عن النقد يعني تحاولوا تطلعوا التلات نقاط دول من الأحداث اللي بقولها وبعدين لما تسمعوا بزء بتاع النقد والتحليل شوفوا بقى اللي انتوا خمنتوا ده صح ولا لأ أوكي؟ طيب ده كده بالنسبة لأهم حاجة نعايز أتكلم عليها تعالوا بقى دلوقتي نتكلم على طبعا هنقول إن البطلة بتاعتنا هي جين إير جين إير هي بطلة الرواية وهي كمان الناراتور أو هي الراوي بتاع الرواية يعني هي بتحكي لنا الرواية هي اللي بتحكي أوكي؟ بتحكي من خلال أحداث بتحصل لها أو بتحكي من خلال انطباعها يعني وجهت نظرها في الأشخاص والأشياء وكده طيب الرواية دي جين إير بتحكي لنا أحداثها المفروض بتحكي لنا أحداثها حصلت لها من عشر سنين اوكي انا مش بتحكي حاجة بتحصلها دلوقتي هي بتحكي حاجة حصلت لها من عشر سنين تقريبا او عشر سنين وشوية كده اوكي فالاحداث المفروض حكايتها بتبدأ ان هي بتحكي لنا بقى كراوي بعد اخر حاجة هتحصل في الرواية بتاعتي خلاص تعالوا بقى بينا ان نشوف الرواية بتاعتي الحدوتة بتاعتها بتتكلم عندي الرواية بتاعتي البطلة عندي جين اير خلاص جين اير دي كانت بنت صغيرة ده في اول الرواية البنت دي بتربيها عمتها لان هي كانت اورفن يعني كانت يتيمة يتيمة الاب والام فكانت اللي بتربيها عمتها عمتها دي اسمها ميسيز ريد اوكي الاسماء بصوا اللي هقولها تهمني اللي مش هقولها ما تهمنيش قوي اوكي ولكن برضو انا هقولي لو ما انا هنوي ان انا هقول احداث الاساسية لكن فيه رفايع بقى في النص دي هتعرفوها من الماتيريال بتاعتني مدرسة والجامعة اوكي واو من المواقع اللي تحت وانا هسيب لكم مواقع تحت باللغة الانجليزية صح ما احنا متعاوزين على كل حاجة هتكلم فيها طيب اه ربتها عمتها ميسيز ريد وعمتها دي كانت قاسية جدا وكانت غنية كمان جدا اه وكانت بتتعامل معها بطريقة وحشة وما بيهاش وميسيز ريد دي كان عندها ابن اوكي اسمه جون اه كان غلص وكان دايما بيغلص على جين وكان بيعملها برضو وحشة وكانوا قريبين من بعد في السن لسهو كان بيغلص عليها طول الوقت اوكي طيب كان فيه في البيت اه خادمة اسمها اه باسي اوكي الخادمة دي تهمني لانها كانت اول واحدة تعدي على جين في حياتها تكون نقدر نقول بديلة للام شوية يعني كانت هي خادمة صحيح بس كانت بتعملها حلو وكانت بتديها حب وحنية ما بتديهم لهاش عمتها اوكي فعشان كانت تهمني كانت اول مصدر للحنين اللي يعدي على جين اوكي طيب جين وعلمتها كمان ان هي اه تحكي حواديت وانها تغني اغاني وعلمتها تجود ان عشان تتغلب على حياتها اللي فيها قمع في البيت وكده فكانت بتعلمها انها ايه عشان يعني نقدر نقول ايه تتتخطي يعني الالم اللي انتي فيه انتي بتعلمي تحكي حواديت وتغني وعجات الفن دي تتهون شوية عليها وده هينفحها قدام اوكي طيب بعد كده هنلاقي انه اه البيت بتاع عمتها ده يا جماعة يهمني لان ده اول مكان اه نقدر نقولها عاشت في جين انا عندي جين هتتنقل في خمس اماكن اساسية في الرواية فكل ما كان فيهم كانت دايما بتدور على الحب وعلى الوطن او البيت يعني نقدر قول الوطن المنزل الهوم يعني اوكي طيب بيت عمتها ده زي ما قلنا كانت بقاش فيها حياة قصية والكلام ده كله في يوم من الايام ابن عمتها اللي هو جون ريت اغلس عليها فتخنقوا مع بعض اخناقة جين كانت من البنات اللي ما بتعرفش تسكت على حقها يعني مش زي البنات في العصر ده وده اول حاجة تهمني ما كانتش اللي هو سلبية وطيبة مش حاجات مش طيبة يعني مش هبلع يعني ما انا صح اوكي مش اللي هو تبلع الاهنة وتسكت اه وتقول خلاص كفية ان انا عايشة عندهم لأ هي ما كانتش الشخصية دي جين كانت بترده كانت عنيدة وكانت بتتنرفز فلما ديقها جون ريت اللي هو ابن عمتها اتخنقت معاه فراحت المهم انه عمتها خدتها وقالت لها انت هتقضي يوم عقاب هحبسك في ال Red Room متهمني ال Red Room اللي هي القوضة الحامرة الايه القوضة الحامرة دي القوضة الحامرة دي كانت القوضة اللي توفى فيها جوز عمتها في البيت يعني جوز مسيز ريت ده كانت وفى مات اوكي مات في القوضة دي فكانوا بيخافوا من القوضة ويقولوا بقى ده شبحوا فيها وما كانش شبحوا ولا حاجة بس هي كانت وقفلنها عزيز محدد مات فيها فهي قررت عمتها أخدتها وحبستها في الـ Red Room الأودة الحمراء طول اليوم طول الليل أوكي كانوا عمالعقاب طبعا جين في اليوم ده أول مرة يظهر عندي العنصر السوبر ناترل أو اللي هو الخارق للطبيعة اللي فيه رعب شوية لأنه هتلاقوا أن الرواية عندي فيها جزء رومانسي على جزء رعب سنة مش رعب يعني حاجة خارقة للطبيعة كده شوية موراق الطبيعة حب مهم أنه في اليوم ده قاعدت جين تعيط جمد جدا وتخبط على الباب عشان يخرجوها اتهيأ لها أن الشبح بتعجز عمتها موجود في القوضة معيها هو ما كانش موجود على فكرة هي كان اتهيأ لها ما طفلة صغيرة وبيقالولها في حد مات في القوضة طبيعي وبالليل طبيعي أنه هي هتجي لها هزي هلاوس كده مهم أنها من كتر الخوف أغمى عليها جين وتاني يوقع هي فائت لقيت أن هي قاعدة اللي حضناها اللي هي باسي اللي هي الخادمة دي هي اللي اللي بتراعاها هي وواحد اسمه ميستر لويد ميستر لويد ده كان زي صيدالي كده وكان هم معرفتهم يعني كان بيقدها دواء يعني وكده وهو كان طيب إلى حد كبير وكان برضه بيعطف على جين نوعا عني بعدما فائت جين ولاقت أن هي مع باسي ومع ميستر لويد ميستر لويد لما شاف اللي حصل راح قال لي ميستر ريد قال لها بصي بدل ما هي عايشة عندك وإنتو مش طيقين بعض فيستحسن تبعتيها زي مدرسة دخلية منها تتعلم ومنها تبقى بعيدة عن البيت فأنتي ما تبقيش متضايقة من وجودها وكده وفعلا طبعا جين كانت نفسها عمتها تويفئ لأنها كانتش حبة البيت خلص وفعلا عمتها وفقت وخدوا جين ودوها مدرسة دخلية المدرسة الدخلية دي كانت اسمها لويد سكول مدرسة لويد وكانت في مكان تاني يعني جنبهم بس مكان تاني تهمني ده تاني مكان هتروحه جين وهتدور برضو فيه زي ما قلنا على الحب وعلى الوطن أو الهم وهنشوف هيحصلها فيه المدرسة دي يا جماعة كان المدير بتاع المدرسة طبعا جين كترايحة وكلها أمال بقى عريضة أنها سابت بقى بيت عمتها المقرب ده وهتروح بقى مكان أحسن للأسف الصدمت ولقيت أن المكان التاني ده مش أحسن ولا حاجة ولقيت أنه حياتها فيه ما كانتش زمان متصورة أنها هتكون طيب ليه بقى المدرسة دي كان المدير بتاعها واحد اسمه مستر براكل هيرست مستر براكل هيرست طيب مستر براكل هيرست ده يا جماعة كان راجل يعني ايه هو بيمثل أنه بتاع دين بس هو في الأصل كان يعني نقدر نقوله زي مدرسة فيها تبرعات وحاجات يعني زي مدرسة خيرية كده أوكي فهو أولا كان إنسان قاسي جدا كان إنسان منافق جدا كان بيعامل الأطفال معاملة وحشة كان قاسي عليهم قوي كان يعني مسود عشيتهم أوكي وكان كمان لما بيجي يطلب تبرعات مثلا من الناس تتبرع أو كده كان بياخد فلوس التبرعات دي من لي عشان عشان يعني هزقهم فاهم لي يعني عشان عيلته هو أكتر ما بيصرف على الطالب فطبعا جين بما إن جين زي ما قلنا إن هي شخصية شوية متمردة على الوضع الموجود حواليها فكانت على طول بتقع معاف مشاكل مين اللي كان شوية نقدر نقول إنه وعلى فكرة المدير دا كان دايما زي ما قلنا عامل نفسه رجل دين فكان دايما بيعمل خطب بقى عن التبرع للفقرة والخير ومشافيه بس هو أصلا ما كانش كده وخلي بالنا إن دا بيمثل عندي رمز من رموز رجال الدين في الرواية انا في النص هحط لكم الرموز عشان لما نوصل للملاخق للتحليل تفهموا أنا بتكلم عنه طيب في المدرسة دي جين اتعرفت على شخص على واحدة مدرسة وعلى واحدة زملتها في المدرسة هما دول يهموني جدا أولا اتعرفت على بنت البنت دي اسمها هيلن بيرنز هيلن دي كانت زملتها هيلن دي كانت دايما ضعيفة وهزيلة كده صحيا كانت طيبة جدا وكانت يعني اللي هو زي ما قلنا طيبة بهبل يعني اللي هو سلبية لو حد أزها ما بتردش الإساءة وتقول معلش وخلاص والدين وربنا هينتقم لي عارفين اللي هو ماشي هي صورة كويسة بس برضو جين ما حبتش ده فيها هي حبت فيها الأخلاق يعني جين حبت في هيلن الطيبة والتسامح وأخلاقها الكويسة ولكن كانتش بتحب فيها حتة السلبية وحتة إنها بتسيب ناس تأذيها وما بتعملش حاجة لأن زي ما قلنا جين كانت شخصية قوية فهيلن دي من الناس اللي قصرت في جين وتاني حد قبلته جين في المدرسة وقصر فيها هي ميس تامبل ميس تامبل ميس تامبل دي يا جماعة كانت المدرسة بتاعتها ميس تامبل دي عملت حاكتين أولا ساعدت جين إنها زي تعمل يعني زي عارفين إنه هو الانجر مانجمنت أو اللي هو السيطرة على الغضب اللي جواها والألم اللي جواها كل ما تحسنها متضيئة وكده علمتها إزاي تقدر تسيطر على ده طبيعي إن جين واحدة كانت يعني يتيمة وتربت في بيت في قصوة وعاشت حياتها وهي صغيرة كلها وكده كان جواها كمية غضب يعني دمدة جدا فهي علمتها إزاي تقدر تسيطر على أعصابها والغضب اللي جواها دي حاجة تانية حاجة علمتها تعليم بقى ثقافة يعني أوكي إن تعلمتها بقى لغات وعلمتها حاجات فساعدت إنها تكون مثقافة تمام طيب بعد كده جاء في المدرسة زي وباء كده غالبا أنت يفود على حسب ما أنا فاكرة أوكي مهم إن الوباء ده طلبة كتير جدا من اللي في المدرسة اتصابوا به وهيلين اللي هي صاحبة جين ماتت أوكي وميستر اللي هو براكل هيرست اللي هو المدير بتاع المدرسة سابها ومشي لما لقى الدنيا بوزت كده وبعد ما مشي جاب أبعده ناس تانية تمسك المدرسة مديرين تانين بس كانوا أحن منه ومقطيب منه ففي الوقت ده جين كانت حياتها بدأت تزبط شوية لما الراجل ده ميشي أوكي بعد كده جين قعدت في المدرسة دي تقريبا حوالي عشر سنين أوكي طيب عيشت ثمان سنين في المدرسة كطالبة وسنتين قضيتهم هناك كتيتشر يعني اشتغلت بعد ما تخرجت يعني أو كاوستت سني يعني معين بقت مدرسة في المدرسة زي ميستامبل كده في الوقت ده كتت ميستامبل ميشيت كتسبت المدرسة وميشيت برضو إيجاس أيام الوباء وجودة أوكي فجين قضت سنتين في المدرسة دي تشتغل كتيتشر كمدرسة جين اتعلمت في الوقت ده أن هي ما ينفعش توقف سعادتها على حد أو تعتبر أن حد واحد هو ده يعتبر الهوم بالنسبة لها أو المنزل بين الوطن يعني لأن ميستامبل لما ميشيت وهيلن لما ماتت بقت هي في المدرسة ما فيش حد هي بتحبه بس عرفت تتأقلم وعرفت أنه يعني لازم يبقى عندها النوم الاستقلالية ما تتعلقش سعادتها يعني على حد مناصر أوكي طيب بعد كده بعد ما اشتغلت سنتين مدرسة في المدرسة جالها عرض أوكي لأنه هي لقيت إن هي محتاجة يبقى عندها استقلال مادي لحد هنا هيمكنش بيجي لها فلوس مهم إن جالها عرض إنها تشتغل تيتشر زي مدرسة خصوصية ومربية لبنت اسمها أدال أوكي البنت دي سكنة في مكان وده تالت مكان هتروح وجين مكان اسمه ثورن فيلد وده مكان مهم جدا جين قبلت وقالت عشان إيه تاخد خبرة وكده في الحياة وفي التدريس فوافقت إنها تروح وفعلا جين راحت على المكان اللي اسمه ثورن فيلد ده كان زي مزرعة كده ومنعزلة كده شوية المهم هناك كان في عندي طبعا خدم وكده كان عندي واحدة اسمها ميسز فيرفا فيرفو لأن هيجة سنة بتتنتقل فرنش فيرفو دي كانت هي زي مديرة المنزل يعني في الوقت ده في المكان ده وكانت ستة طيب خلاص وكان فيه البنت اللي اسمها أدال ودي عيشة في البيت وكانت لهجتها فرنش لأن مامتها فرنسوية أوكي هنعرف جات منين ولكن هي كانت جاي أتعلمها إنجلش وتعلمها عمتا زي البنت وكانتش تروح مدرسة فهي جات تعلمها في البيت يعني وكانت تعليم منزلي زي ما قلنا مش دايما كانوا البنات بيروحوا مدرس يتعلموا كان سعب بيجيلوا ومدرسين يتعلموا في البيت في الوقت ده فكان صاحب البيت اسمه مستر روتشستر أوكي وده يهمني جدا مستر روتشستر هو صاحب البيت وهو اللي زي ولي أمر أدال يعني أوكي الراجل ده كان يعني هو هيبقى المدير بقى بتاع جين في النبشتغل عنده في البيت طيب الراجل ده كان قاسي جدا ومكانش عنده قلبه وكان بيتعمل بطريقة وحشة وفظ كده ومش كويس يعني مش كويس خالص في التعامل أوكي ولكن يعني نقدر نقول ايه انه مع الوقت اولا احنا عرفنا انه في خلال بقى الاحداث هتعرفوا انه تقريبا انه مستر روتشستر ده كان يعرف واحدة فرنسوية وكان زي جيل فريند كده المهم ان دي ما اتوفت وهي كان عندها بنت فهو خد البنت دي ربيها هي دي أدال اوكي مش بنته يعني يا زي ما قلنا ولية أمرها طيب مع الوقت بقى هيحصل أحداث وهيحصل صدمات كتير ما بين جين وما بين مستر روتشستر هيكتشف في خلالها ان جين مثقفة اوكي وان هي مساوية خلي بالنا من الكلمة دي يعني هي يعني زي ومتساوية معاه في الدرجة الثقافية والتعليمية بس مش في الفلوس هو طبعا أغنى منها كتير اوكي بدأ يعجب بثقافتها وكلام من دا وبعدين يعني شوية لأن هي عندها أخلاق مش بترفض أي حاجة غلط بترفض تعمل حاجة غلط وكلام من دا فبدأ يعجب بيها بس ما قالهيش هي بدأت تحبه برضو في السر وما قالت شيء بعد فترة هو جابه وكانت هي بقى بتعلم أدال وكلام من دا طبعا بقى في أحداث صرافية بقى كتير حصلت بينهم يا جميع المهم لحد ما هم بدأوا يحبوا بعض اوكي اوكي هي لاقت إنه في يوم من الأيام مستر راتشستر جاب واحدة البيت اوكي زي ضيفها يعني الستة دي كانت متغطرسة وكانت برضو مش كويسة ولكن جين حست إنه ممكن مدام مستر راتشستر جابها البيت يبقى هو معجب بيها افتكرت إنه هيتجوزها وهيتقدم لها ولكن اتفجأت إنه الستة دي مشت وإن مستر راتشستر يتقدم لها عشان يتجوز جين اوكي عرض عليها الجواز طيب حقيقي هي وفقت اوكي ويعني هو فيه شجرة كده كانت هناك تحت البيت شجرة كبيرة تحت الشجرة دي تقريبا هو تقدم لها واعترفوا البعض لهم بيحبوا بعض ويعني كانت أول قبلة ما بينهم يعني وأنا قلت كده لإن الشجرة دي تهمني لإنها رمز هنتكلم عليه المهم يعني إنه هي وفقت جين لنا زي ما قلنا كانت بتحبه ولكن كانت مش مصدقة وكانت متخوفة ليه لإنه يا جماعة زي ما قلنا في الوقت ده كان فيه تفرقة طبقية فهي كانت شايفة إنه هو أغنى منها كتير صحيح هم متساويين في الثقافة ولكن في الفلوس هو أغنى كتير وهو ممكن يكون أعلى منها اجتماعيا فلاقيت إنه هو يعني زي ما يقولوا إيه هو اتنازل عشان يتجوزها نتفهمين قصدي يعني إنه هو قلل يعني قلل من المفوض ياخده عشان خطيرها فهي كانت خايفة إن ده ممكن يعمل فكرة إنه هو يجي بعد وقت يزهق منها أو يجي يحس إنه هو لأ ما فيش بينهم تناسب فزي ما قلنا كان في الوقت ده صاحب الشغل بالنسبة له الشغالين عنده الموظفين دول خدم أكتر منهم موظفين فعنه هو يتجوزها فهي كل الحاجات زي كانت في المخها وإن هي مش مستقلة لحد دلوقتي ما كانتش بتاخد مرتب بالمعنى يعني أو يعني نقدر نقول مرتب اللي بتاخده بتاخده منه فيعتبر إن هي مصدر دخلها هو مش حاجة خارجية فما تعتبرش المستقلة عنه ماديا اللي أنا بقوله دي يهمني في التحليل أوكي ما تعتبرش المستقلة عنه ماديا ففكرة إنه هو أعلى وإن هي معتمدة عليه ماديا خلاها تقلق هي وفقت بس كانت قلقنا بس وفقت أوكي في يوم من الأيام كانت نايمة طبعا في النص كانت جين دايما بتسمع دوشة في الدور الثالث في البيت دور كده دايما كان فيه البيت عبارة عن دورين والدور الثالث مقفول بالمفتيح وكان ممنوع أي حد يطلع دور الثالث ده وهي كانتش فاهمة ليه قالولها ممنوع وتسأل أي حد من الخدم ماردوش يتكلم خالص عن الموضوع ده كانت سعب بتسمع دوشة مرة سمعت حد بيسرخ في الدور الثالث وقالولها لأ أصلي فيه واحدة سكنة يعني واحدة زي خادمة برضو اسمها جريس بول دي خادمة كانت دايما معهم في البيت بس كانت هي اللي سكنة في الدور الثالث وكانوا بيقولوا إن هي بتشرب وكده فبتبقى مش مجمع مهم إن جريس دي كانت كلما جين تسمع دا وشافوه كان يقولها دي جريس كانت يعني شاربة شوية فبتعاملة دوشة مشارفية مهم جا قبل الفرح كده بشوية جين عملت الفستان الفرح وعملت الطرحة البيتة وحطتهم على كرسي عندها في القوضة وجنبه دفاية يعني جين نامت تقريبا دا كان قبل الفرح بيوم أو يومين أوكي يعني بشوية بكم يوم كده مش فاكرة بزبط لديه بس قبل الفرح بشوية مهم جين سحيت في نص نومها كده لقيت خيال واحدة ست ما تعرفهاش مسكة طرحتها أوكي الطرحة البيتة بتاع جين وعملت قطع فيها تمام وبعد كده رح تخرجها طبعا جين ما تحركتش لإنها خافت وافتكرت الريد روم والأشباح والبيتة ما مش عارفت زي مين أصلا فطبعا اتخضت وخافت ففضلت عاملة نفسها نايمة لحد ما ست دي خرجت من القوضة لقيتها ومشيت وراها لقيتها دخلت قوضة ميستر راتشستر وبعدين شمت ريح الدخين الست دي طلعت من القوضة وزي حرقت أو نقدر نقول ايه خدت حجم الدفاية اللي عنده في القوضة وولعت القوضة فكان فعلا القوضة بتاعته هتولع كده المهم ان جين رح تأنقذته وصاحته وقدروا ان هما يطفوا الحريقة وأنقذت ميستر راتشستر وبعدين لما سألته وقالت له مين دي ووصفتها له هو فهم بس قال لها دي هي جريس بول دي لها الخدمة وهي مش عارفة ايه ومش منزبطة وزي ما نقول بتشرب ومش عارف ايه تاني يوم ما حصل الحادث ده جين لقيت انه جريس دي موجودة لا تردوها ولا مشوها ولا اي حاجة وقدت هتولع في البيت فبدأت جين تشك مش معقول تكون جريس دي هي اللي عملت كده ورغم كده سايبينها في البيت برضو فبدأت جين تحسن في حاجة مريبة في الموضوع anyway كملوا الموضوع وجاي يوم الفرح يوم فرحهم راحوا لزي الكنيسة كده عشان يتجوزوا هناك وخلاص هم وجين ربثة في استان الفرح وهم الاثنين قدام القصة وخلاصوا بيقولوا الحاجات اللي بيقولوها قبل على طول الماريج فاوز اللي هو الكلام اللي عريس والعروسة بيقولوها عشان يتجوزوا يعني قبلها على طول لا واحد بيقولوهم موقفوا الجوازة دي ما تنفعش فطبعا كلهم استغربوا يعني مين ده واحد راجل كده اسمه ميستر ميسون الراجل ده جاء قال لهم يا جماعة الجوازة دي ما تنفعش لان ميستر روتشستر أوريدي متجوز وطبعا احنا بنتكلم يا جماعة في ديانة المسيحية ما ينفعش تعدد الزوجات ما ينفعش واحد متجوز يتجوز واحدة تانية وامراته عايشة وفي الوقت ده أيجز كمان ما كانش فيه طلاق حتى يعني ما كانش فيه فكرة الطلاق مش ده دلوقتي في بعض المذهب المسيحية ممكن يتطلقوا لا ففي الوقت ده ما كانش ينفع أصلا حتى يتطلقوا فكده تعتبر مش جوازة يعني حرام ما ينفعش يتجوزوا بالنسبة للديانة المسيحية فطبعا قالوا له ليه ما ينفعش نوي الجاعة يعني فين مراته دي احنا عبرنا ما شفناها يعني قالوا لأ موجودة وعايشة معاه في البيت واسمها بيرثا خلاص اتجوزها وهو كان في مرحلة تماما وهو شاب صغير سافر جامايكا وهناك اتجوزها يعني في ظروف ما بعد ما تجوزها ما كانش يعرف ان العيلة بتاعتها بيمشي فيها جين الجنون او يعني هي لها قرايب مجاني يعني عندهم جنين فعلا ما قالولوش فهو بعد ما تجوزها بشوية بدأ يظهر عليها ان هي بدأت تتجنن وفعلا اصبحت ماد يعني بقت مجنونة المهم انه مستر روتش استر في الوقت ده ما انقرش وما قالوا همش انت كدبوا لأي حاجة بس خدهم قالوا انت بتاعلوا اوريكم روتش عاملة ازاي وخدهم وديهم الدوري الثالث في بيته اللي هو دايما كان قافله دخلوا لقوا انه بيرثا دي اللي هي مراته قاعد عملت بتنبعها كانت جنين بقى ومين اللي بتراعيها وقاعد معها طول الوقت هي الخدمة اللي هي جريس دي هي دي اللي كانت دايما ملازميها وبتمنحها انها تتحرك بس كانت ساعات بتنتهي صورة انها تنام وتنزل في البيت بقى تمشي فيسمها وسط خطوات زي ما قلنا قطعت الترحة بتاعت جين لما كانت غيرانا منها انها هتتجوز جوتها هي مفهول مجنونة بس ايران نوي يعني عملت كده ليه فلاقوها فعلا كده ولقوها بتعمل تصرفات فعلا مجانين ومشرفية فالقصة قال له ماشي انت معاك حق ان مراتك مجنونة بس دينيا ما ينفعش تتجوز راتشستر تانية طول ما زي عايشها المهم في اليوم ده ميستر راتشستر طبعا جينة صدمت جدا وجريت من المكان على قضيتها راح وراها ميستر راتشستر وقاعد يقناحها كتير قوي انه هو ايه المشكلة ما هي مجنونة ومش عارف ايه خلاص احنا كأننا متجوزين وانهم ما يقشوا مع بعض يعني تبقى عاشقته يا ما انا صح في الوقت ده يا جماعة ميستر راتشستر كان مهيمن على جين من الناحية زي ما قلنا المادية لان هي بتقبض منه ومن الناحية العاطفية لان هي كان بتحبه فعلا وكان هو حب حياتها فهو كان نتنا نقول ايه هو له سلطة جمد عليها يعني كانت ممكن تضعف فعلا ومتوافق ولكن هنا تحطت ما بين يعني ايه اخلاقها ومشاعرها وحبها خلاص وتحطت الاتنين كده قدام بعض وفي قالته طب خلاص انا عايز انام وهفكر بعد ما سابها هي فعلا دخلت تنام حلمت اوكي بالامر يعني هي ما نمت حلمت حلم حلمت بالامر الدمون اوكي الامر ده في السماء بس في صورة واحدة ست وبتكلمها وبتقول لها يا بنتي اهربي من الاغراء اوكي حاجة فيما معناها كده يعني فهي قلت لها حاضر يا امي انا فعلا حمشي فهي في الحلم تهيلها ان الامر ده كأنه امها وبتقول لها كده وليه لان هي فعلا كانت خلاص يعني يعني هي بتحبه فعايزة تمشي في السكة دي وخلاص بس نفسه اخلاقها كد بتمنحها يمش عايزة تعمل حاجة تبقى بالنسبة لها عار لان برضو هارجع اقول في العصر ده يا جماعة ما كانش في حكاية انه اتنين يشوا مع بعض من غير جواز اوكي حتى في الاجانب يا ممكنش عندهم كده ده كان يعطبها زي عندنا بقى عار بالنسبة لها وكلام من فسحية الصبح رحت واخد لما حاجتها وهربانا من البيت اوكي حتى هربت من غير ما تاخد فلوس ولا اي حاجة خالص وثابت البيت اللي هو ثورنفيلد وهربت وفضلت قعدة في الشوارع فترة اه يعني كم يوم كده طبعا معهاش فلوس معهاش اي حاجة في الوقت ده كان فيه عصفة جمدة جدا واعتقد قبل بص انا مش فاكرة بقى التوقيت بس هو قبل الحتة دي تقريبا بشوية اوكي الشجرة اللي هم اعترفوا البعض بحبهم لبعض اللي قلتلكوا عليها دي جت عصفة جمدة وجا زي ايه يعني زي برق كده راح قسم الشجرة نصين فالشجرة عملت نصين وده طبعا كان يدل على ان العلاقة دي ممكن يحصل فيها مشاكل او ما تكتملش او يتفرقوا يعني اوكي فعشان كده تزيد كانت تهمني هنقولي الكلام ده بالتفصيل بعد ما نخلص الملخص انيوي جين بعد قعدت في الشارع وكان عواصف وكان مطر وطعبت جدا وقررت انها تحاول تجيب يعني تشحط عشان تكل او كده بس طبعا في الوقت ده كان في عواصف ما لقيتش حد قوي اتبهدلت في الشوارع المهم مين اللي لقاها لقاها ستتين يعني تلات اخوات بنتي اختين واخ اوكي واتسمع ميري واسمع ديانا واخوهم اسمه سان جون التلاتة دول كانوا اخوات ولقوا جين في التعبانة بقا جدا في الشوارع المهم ما اخدوها وودوها بيتهم وده المكان الرابع اوكي اللي تروح فيه جين اللي هو بيت الناس دي اوكي اسمه مور هاوس او مورتش اند او مور هاوس مهم ويهمني الاسم مور هاوس مور هاوس وهقولكو لي لما نوصل لقا للنقد المهم اخدوها عندهم سان جون ده كان شغال زي كليرجي مان يعني رجل كنيسة بيدي محاضرات للناس عن الدين وكده يعني زي زي كاهن بس من اللي هو بيتجوز يعني مش اللي هو راهب لا تيبوا ده الاختين المهمه قاعد وما قاعدت معاهم فترة بدأت ان هي لما استعدت بقى عفيتها كده وخفت من الإعياء طو crianças عداي كده اشتغلت معاه شوية في انها كبتدرس للناس الفقراء في الكنيسة وكده هو لقى ان هي بنت عندها اخلاق وبنت متعلمة ومثقفة وبتدرس للولاد حالو وكده فاعجب شخصيتها جدا بس ما كانش بيحبها في يوم واخواته كانوا بيعملوها حلوة المهمة في البيت ده هي بدأت تحس بانه زي ما نقول ايه كانت فترة نقاها انها تبدأ تستعيد سيطرتها على مشاعرها تاني من طبعا بقى اللي حصل مع ميستر روتشستر وزي تعيد حسابتها مع نفسها كده بعد فترة بدأ سان جون ده جاي قول لها ارجع برضو حتة معلشي قبل ما تسيب ميستر روتشستر وجو ده اعتقد يعني انا من قمنات شور امتى حصل الموقف ده بالتحديد اعتقدنا قبلها يعني جاء وهي كانت لسه عند ميستر روتشستر جاء لها مرسال من عمتها اللي هي ميسيز ريد دي ان هي عينة جدا وايزة تشوفها ففعلا هي جين رحت لها المهم ان ميسيز ريد في الوقت ده طلبت منها الصفح وطلبت منها انها تسمحها وكده وقالت لها ان انت لك يا عم اوكي العم ده عايش في بلد تانية يعني المهم ان الرجل ده كان عايز يتبنى جين لانه وقتنا جدا وبعت لميسيز ريد وقال لها انا عايز اتبنىها لكن ميسيز ريد خبت الجواب عشان جين ما تروحش يوانا ما كانش بتحبها فاعترفت لها بكل ده المهم انها قالت لها سامحيني وكده والموقف عدا مش عشان بس انا جايزة كننسيتي الحتة دي في النص انيوي دلوقتي قلنا انه سان جون قال لها قال لها ان عمك اللي هو اللي كانت اعمتها قلت لها عليه الغني ده ميت وسب وصية ان فلوسه كلها وهي تبلغ 20 الف جنيه استرليني وطبعا في الوقت ده كان ثروة فضيعة احنا بنتكلم في زمان 1847 ايجاز اوقت لك كرن 19 يعني سب لها الفلوس لجين لوحدها قالت له طب انت عرفت منين قال لها لانه سان جون اوكي واخوته الاتنين يعتبروا ولاد عم جين اير اوكي يعني بالصدفة البحتة انهم ما تروحوا ولاد عمها بس من عم تاني مش العم الغني لا واحد تاني بقى اخوه واحد تاني مش غني ولا حاجة فقال لها يعني احنا كده ان نعتبر ولاد عم فانا عرفت يعني لما جالي الخبر يعني فعرفت فهي المهمة جين قالت لهم لا انا فلوس اللي ورستها من عمي دي انا هوزعها بالتساوي ما بيننا احنا الاربع اوكي وفعلا عملت كده بعد كده هنلاقي انه اه هي قعدت معهم فترة سان جون جاله نقدر نقول ايه زي شغل تبع الكنيسة ان هو يروح الهند اوكي ويعمل مهم تبشرية يعني يعلم الناس هناك الزيانة المسيحية وكده تبع الكنيسة فسان جون قال لها يعرض عليها ان هي تروح معاه لان هي كانت زي ما قلنا مدرسة شاطرة وكده فعرض عليها انها تروح معاه الرحلة دي قال لها تيجي معايا ولكن ما ينفعش هناك تبقي معايا من غير صفة رسمية لانه برضو هيبقى انا ممكن نبات مع بعض في مكان واحد كده فمش هينفع فانا عايز اتجوزك اوكي بحيز تسافري معايا ان انت مراطي قالت له بس انا مش بحبك يعني احنا مش بنحب بعض قال لها وخلي بالنا من حتة دي قال لها الحب مش مهم المهمة اللي هي يعني الدينية دي اهم والروحانية والعمل العام اهم من الحب والكلام من ده احنا هنتجوز دي رسالة بنقديها حتى لو ما حبناش بعض مش فرقة ولازم ان انت تتعودي تكبتي المشاعر الرومانسية اللي جواكي لانه مما تهمنيش يعني المهمة للعمل العام وده انا اتكلمت عليه في اول الفيديو ومش هقول لكم ايه بالزبط ارجعوا كده بالذاكرة وشوف انا قلت الحتة دي لها علاقة بايه في الاول في المجتمع في الوقت ده اوكي وانا هقولها بقى في النقد دلوقت طيب انيوي جين يعني كانت ايه قالت وهافكر وفعلا كانت بدأت تفكر طيب تفكر في ايه هنا جينت حطت ما بين ان هي تعيش حياة اه روحانية وفيها اخلاق يعني وهدف سيمي وكل حاجة ولكن تتخلى عن الجانب العاطفي اللي جوها وتعيش زواج بلا حب ولا انها ترفض اوكي ففضلت تفكر كده شوية وهي بتفكر حصل موقف يعني ممكن يكون ما تذكرش اوي في الملخصات بس هو مهم الشابتر ده بالذات يعني حصل فيه مشهد اسمه مشهد التلابثي تلابثي يعني ايه جميع كلمة تلابثي يعني تورد الخواطر وده بجد تورد خواطر يعني ايه يعني لما تكون مثلا بتفكر في حد اوي والحد بتحبه اوي بتفكر فيه طول الوقت ممكن تسمع صوته ممكن تحلم بيه ممكن تحسي بيه الامة مسلا من كتر خوفها على ولادها لو حد فيهم حصل له مشكلة قلبها بتقبد وبتحس ده التلابثي يعني الجو ده ففي اليوم ده جين وهي بتفكر كانت قاعدة بتفكر في الموضوع المهم سمعت صوت ميستر روتشستر وهو بينادي عليها اوكي ده اللي انا بقول علي بقى التلابثي او تورد الخواطر طبعا او كانش موجود ولا حاجة هي تهيأ لها انها سمع صوته بينادي عليها وفي الوقت ده وفعلا جين قررت لان هو ده الكلايماكس تقريبا بتاع او زروة احداث الرواية ان هي قررت انها ترفض العرض بتاع سان جون وترفض الجواز منه وتبدأ ان هي ترجع تشوف ميستر روتشستر اوكي بعد ما كتورست عشان زيت هميني يعني كتورست من عمها بقى الفلوس وقسموها يعني بقت معاها فلوس بقت غنية يعني بقت دلوقتي مساوية لميستر روتشستر ما بقتش فقيرة ففعلا قررت ان هي ترجع بسرعة على ثورن فيلد اللي هو المكان اللي كان فيه ميستر روتشستر رجعت لقيت البيت محروق وحطام كله ومفيش حد في المكان طبعا قلبها تقفض وتخضط جدا عليه لما سألت الناس قالولها انه يوم الليلة 8 مشيتي تقريبا حصل حريقة كبيرة جدا في المكان مراته المجنونة دي قدرت انها تهرب من جريس الليلة الخادمة بتاعتها وولعت نار في البيت كله وميستر روتشستر حاول ينقذها وده يهمني انه ما سابهاش تموت وقال يلا عشان اخلص منها لا هو حاول فعلا انه ينقذ مراته وحاول ينقذ الخدم كلهم فقدر انه هو ينقذ الخدم بس مراته مقدرش ينقذها ووقعت تقريبا ماتت في الحريقة او وقعت من عصتوه حاجة كده المهمنا ماتت يعني في الحريقة وهو اتعمى اوكي طبعا من النار والحرارة وكده تقريبا عشانه وقعت جوه كتير ينقذ الخدم فهو كمان اتعمى بس خرج يعني سليم ويده وحصل فيها مشكلة برضو اوكي فوراح دلوقت يعني طبعا البيت بتاعة ثورنفيل وراح على مكان تاني اسمه فرنزين اوكي فرنزين دي حتة تانية بيت تاني هو يملكه بس بيت تاني اسمها ميري اوكي وهو زي ما قلنا اعمى فجين سفرت لميستر روتشستر في اللي هو المكان اللي هو فيه اللي هو فرنزين ولقيته هناك زي ما قلنا ان هو ما كانش بيشوفه كده مهم ان هي راحت له وقررت انها تفضل معاه وحاسة ان هو محتاج لها اوكي وان هو ما بقتش هي اللي معتمد عليه بقى هو اللي معتمد عليها لان هو ما بيشوفش اوكي فهو اللي بقى معتمد عليها في حتة ان هي بقت يعني ايه نقدر نقول ان من حاجات اللي كانت مخوفها متجوزها منه يا جماعة حتى قبل ما تعرف انه متجوز ان هي كانت خايفة من فكرة ان هي مش مستقلة عنه وانه هو هي معتمدة عليه مديا ومن كل ناحية فدلوقتي هي بقت مساوية له الاول يا قريدي كانت مساوية له في التعليم والثقافة لما ورثت بقت مساوية له في الفلوس ولما هو تعامى بقت هي يعني هو اللي معتمد بها عليها ففي الوقت ده هي رجعت له فعلا وبدأت ورجعه تاني على علاقة بعض وتجوزه فعلا اوكي وفي اخر الرواية عندي جين وهي بتحكي لنا بقى الاحداث بتقول انه بعد الحدث ده عدى عشر سنين عشر سنين جواز من ميستر راتشستر وكانت سعيدة معاه جدا عايشة معاه في حياة زوجية سعيدة فيها مساوية اوكي وفيها سعادة وبعد تقريبا قاعدوا مع بعض يعني طول الوقت ده بعد تقريبا سنتين من ما هي رحت له بقى وتجوزه رجع له نظره في عين واحدة اوكي يعني ميستر راتشستر بدأ عين عنده من العنتين تشوف شوية فهم كانوا في الوقت ده خلفوا ابنهم الاول وهو قدر يشوفه يعني ويفرح به وعايشين بقى مع بعض حياة زوجية سعيدة وفيها مساوية عشان الكلمة ديتهم من اوكي وبس كده وخلصت الحدوثة بتاعتنا يعني هي اتعاملت افلام كتير يا جماعة افلام اجنبي وافلام عربي واقرب فيلم عربي مصري انا عرفه يعني اتعامل على المقتبس من الرواية دي طبعا هو فيلم هذا الرجل احبه ليحيا شهين ومجدة اوكي هو من اقرب الافلام اللي اتعاملت اقتبسا من الرواية ولكن هما غيروا في الفيلم حتة انه خلوا مراته تبقى اختها لانه طبعا المفهود ان هما مسلمين بقى في الفيلم فطبعا عادي تتعدد الزوجات ما فيهوش مشكلة فعشان يطلعوا من الحتة دي فخلوا انها تبقى اختها فما ينفعش ان هو يتجوزها واختها على قيد الحياة فده اللي خلوهم يغيروا الحتة دي عشان تمشي بس معينة دي يعني تتعرب فهمين بس كده وغيروا طبعا شوية احداث في المصف بس هو ايه اولينول تعتبر اكتر اقتباس يعني يعني بقوا شوفوا الفيلم هتحسوا ان هو قريب قوي من احداث الرواية طيب دلوقتي بقى هندخل في الجزء التحليلي وبتاع الرواية بتاعتنا ولو الفيديو الطويل يا جماعة ما عليش لان انا لاحزت ان انا لما بقسم الفيديو ملخص لوحده ونقد لوحده وتحليل الناس بتتوه وبتفتكر ان الحاجة يعني ان انا مزاق ملخص بس او تحليل بس فهمين فشكده ما عليش اعذرين ان انا هتطر للمهم في فيديو واحد حتى لو طويل شوية اوكي يلا بينا نبدأ جزء التحليل بتاع الرواية بتاعنا طيب طبعا يعني ايهوب ان انتوا تكونوا من الاول جيبتوا حاجة نشربها عشان ما قلتش الكلام تفاول الفيديو اكيد احنا لسا قاعدين حبتين ايوي طبعا روايتنا جين اير للكاتبة طبعا المشهورة جدا شارلوت برونتي على فكرة الاخوات برونتي من اكتر الكتاب اللي انا بحبوهم ولان اختها عاملة رواية لا تقل عنها اهمية هنتكلم عليها قدام ايوي شارلوت برونتي طبعا هي رواية ونقدر نعتبر ان هي مزيج من الرومانسية على الرعب شوية او مدرش اقول رعب يعني او انا بالنسبة لي جيد مش رعبة بالمعناية الجوة القوتي اللي هو تحس ان هو كئيب كده وفي حاجات خرقة للطبيعة شوية اوكي وجزء منه تطور شخصية نوع من الروايات بس انا اش هقول اسم عشان ما تتلقبطوش مهم ان النوع ده بيعتمد على ان هو بيركز على نمو الشخصية خلال الرواية بيجيب شخصية واحدة اللي هو البطل او البطلة ويركز على نموه ازاي ان الشخصية بتنمو بتتغير يعني خلال احداث الرواية عن طريق طبعا احتكاكها بالعالم الخارجي او بالمؤسرات الخارجية فهي تعتبر ميكس ما بين الثلاث انواع دوت اوكي طبعا اتكتبت سنة 1847 زي ما قلتلكم ده يعتبر اللي هو فيكتوريان انجلند انجلترا في العصر الفكتوري اللي هو يعتبر اوائل القرن التسعة عشر اوكي وطيب هنقول ان الراوي زي ما قلنا والبطلة اللي هي جين اير هي اللي بتحكي الاحداث واحنا بنشوف من خلال نظرتها وجهة نظرها احداث الرواية زي ما قلنا مهمة قوي مين اللي بيحكي او احنا بنشوف من وجهة نظر مين لان ده اكتر شخصية بنتعاطف معاها وبنحس بيها لان احنا بنشوفها من خلال عينها هي اوكي زروة الاحداث بعد ما هي جالها على طول لما جين اتقدم لها سانت جون اوكي وطلب انه يتجوزها وحصل المشهد بتاع التلابسي الجودة لو يتورد الخواطر الجودة اوكي اوكي طيب هنقول انه المكان اولا زي ما قلنا التايم او تكتبت في قوائل القرن التسعة عشر المكان عندي خمس اماكن اساسية ويهموني السبب لانا هقول لكم ليه لان اندي داخل في سيم من السيم او يعني فكرة من افكار الاساسية في الرواية اول اول مكان اللي هو المكان اللي كان فيه عمتها اوكي تاني مكان اللي هو نقدر نقول كان اسمه جيتس هاد يا جماعة ممكن نسيت اقول اسمه في الاول اسمه جيتس هاد بكان المدرسة اللي هي لووود سكول بعد كده البيت بتاع ميستر راتشستر الاولاني اللي هو ثورن فيلد بعد كده بيت قريبها اللي هو فيها سان جونز بقى والناس دي اللي هو مور هاوس وبعدين اخر حاجة البيت التاني بتاع ميستر راتشستر بقى اللي رحوا بعد ما بيته الاولاني يتحرق اللي هو مكان اسمه فرن دين خلاص الخمسة دول يعتبروا في شمال انجلترا اوكي يعني خمس اماكن دول يعتبروا في شمال انجلترا اوكي اوكي خلينا نتكلم على طبعا هي الاحداث اغلبها بتدور في الماضي لان زي ما قلنا جين بتحكي حاجة حصلت لها من اكتر من عشر سنين فقلمست اغلب الاحداث هتلاقوها ماضي وبقول قلمست لان فيه بعض الاحداث بتروح متحولة من الماضي للمدارع لسبب ما ولكن مش مهم ما اقوله بقى روف اللي تحت عشان ما لاخبطش النيس بس اني ويني ومش تهميني قوي المهم من النواف الماضي طبعا الرواية مليانة رموزية كتير فطولوا بالكم بقى معي اوكي خلونا كده بقى ناخد بالروحة الافكار الاساسية اللي موجودة عندي في الرواية بتاعتي وهو عندي كذا في حاجات قلناها في الاول هنعيدها بقى تاني بس هنقولها بالتفصيل اول ثيم عندي ويعتبر ايه يعني الثيم الاساسي اللي عملي اكبر مشكلة في الرواية اوكي وهي love versus autonomy يعني الحب ضد سيطرتك على نفسك او التحكم الذاتي يعني نقدر نقول طبعا بس دي كلمة تانية يعني دي ازاي ان الواحد يبقى هو المتحكم في مصيره وفي نفسه ضد الحب طيب هنشوف بقى التفاصيل في الموضوع ده طبعا قلنا ان جين اير الرواية بتاعتي يا جماعة اغلابها ان جين بتدور على الحب ومش بس الحب الرومانسي اوكي هي واحدة يا جماعة انت حطوا نفسكم مكانها هي واحدة اتولدت ما لقيتش ابو وام يتيمة عاشت في بيت ما تقولش حد بيحبها عادت فترة من حياتها البيت ده بتقاسي فيه ما حستش فيه باي حب كان راحت المدرسة برضو ما كانتش يعني احسن حالا قوي قدت فترة طويلة من عمرها نفسها تحس ان حد بيحبها ومش بس زي ما قلنا الحب الرومانسي حتى لو حب صحاب حب اهل اي حب يعني سحسنها محبوبة الموضوع ده ظهر عندي جدا لما في موقف من المواقف كنت بتكلم هيلين بيرنز اللي هي صاحبتها في المدرسة بتقول لها فيما معناه ان يعني انا ممكن اضحي باي حاجة في سبيل ان انا حس بحبك لي وحب مستامبل لي وحب الناس لي اوكي ممكن اضحي باي حاجة لدرجة ان انا ممكن يعني اسمح انه يجي زي صور يضربني في صدري واستحمل الالم بس اهم حاجة احس ان انا بتحب فيه حد بيحبني اوكي فكانت نفسها تحس باحساس ان فيه حد بيحبها يعني اوكي ولكن ولكن ودي مهمة مش معنى انها نفسها تتحب انها تعمل ده حتى لو كان ده ضد مبادئها ويتسبب لها انها تأذي نفسها يعني لما جا مستردش استرعارض عليها انها تبقى العشيقة بتاعته وهي كتبتحبه وهي كتبتنفسها حد يحبها وفعلا هي كتبتعايزه وكتبتحبه فعلا ولكن هي رفضت انه عشان تاخد الحب ده تعمله بطريقة غير شرعية اوكي وتبقى بقى بتأذي نفسها وتضحي بصمعتها والكلام ده كله فاهمين فآه هي كتبتدور على الحب طول الرواية لكن عمرها ما تنزلت عن مبادئها عشان تاخد الحب ده اوكي فدي اول حاجة تهمني في النقطة ده اوكي طيب كمان جين كانت دايما عندها خوف على استقلاليتها كانت دايما خايفة انها تفقد تحكمها في نفسها تبقى مصيرها في ايد غيرها او انها تبقى معتمدة على غيرها او عشي كاو قلنا ان هي شخصية كانت الى حد كبير مش متمردة بس متمردة على المجتمع مش متمردة التمرد وحش فاهمين يا ابنش عايزة حد تتحكم فيها معنى صح ودخل لها انها ترفض يعني نقدر نقول ايه يعني كان بيحفزها انها زي يعني هي كانت عايزة ترفض انها تتجوز ميستر روتشستر في الاول قبل ما تعرف انه متجوز لانها خفت من الحتة دي ولكن هي حبها ليه هي اللي خليها تقبل فاهمين برضو خفها انها تفقد السيطرة على نفسها خليها ترفض انها تبقى عشيئة ميستر روتشستر بعد كده لان معناها ان هو خلاص هي هتبقى مصيرها في ايده وهي مش عايزة ده مش عايزة تفقد تحكمها في نفسها وفي مصيرها وفي هويتها اوكي فدي برضو كانت بالنسبة لي نقطة مهمة ولكن لما رحت عشت في بيت قريبها اللي هو سان جون واخوته ميري وديانا اللي هو مورهاوس اللي هي مورهاوس هي معها م او او ار مش مور لأ مور هي اسمها مورهاوس وهنقول معناها ايه بس ان ما وصل الله اوكي اميواي لما عشت معهم الفترة دي هنا حصلها العكس هنا بدأت تستعيد تاني سيطرتها على نفسها وبدأت حيث انها بتشتغل وتعمل حاجة مهمة بدأت انها يبقى محاش بيفرض عليها حاجة يعني خلاص هي بدأت تتحكم تاني في مشاعرها وفي نفسها ما هو انت لما واحدة ما بيحب حد نوعا ما الحد اللي بيحبه ده شوية بيسيطر على مشاعره فقلمست بيتحكم فيه عشان كاب نقول الحب بهدلة ليه بقى بهدلة لانه الواحد بيخلي اللي بيحبه ده بقل مصد يتحكم فيه إلا لو الانسان بقى قوي زي جين كده اوكي فلما بعدت عن ميستر روتشستر وراحت مورهاوس بدأت شوية تستعيد سيطرتها على نفسها اوكي وتتحكم في مشاعرها اوكي وبدأت زي ما قلنا بقى ان هي تدرس للناس الفقرة والكلام ده كله ولكن رغم انها بدأت تستعيد الاوتانومي او تحكمها في ذاتها ولكن فقدت الحتة اللي فيها مشاعر الحب لانها سابته مع ميستر روتشستر لما سابته اوكي ولما عرض عليها سان جون الجواز هي ادركت ان ده حب بلا يعني ان ده جواز بلا حب وده خليها برضو ان هي يعني ما قبلتش الموضوع لانها ما قدرتش برضو تتنازل عن المشاعر اللي جوها وجوز الاموشنال العاطفي اللي جوها اوكي اه الفترة اللي اعادتها جين في مور هاوس كان يعتبر نقدر نقول ان هو زي تاست او امتحان لقد ايه هي متحكمة في نفسها قد ايه هي مسيطرة على نفسها يعني كان لانها زي ما قلنا بعيدة عن يعني بعيدة عن اي مغريات فبدأت تعرف لحد فين متحكمة في نفسها يعني اوكي وفعلا يعني نقدر نقول ان هي اثبتت يعني او اثبتت انها فعلا قد ده وان هي فعلا قدرت ان هي تستعيد زمام الامور زي ما بيقول بعدين ما تجوزتش لو تلاحظوا ميستر راتشستر في الاخر الا بعد ما كانت متحكمة في مصيرها مية في المية كانت اولا مستقلة ماديا لها كانت ورست زي ما قلنا ما قدش محتاجي له ما بقاش هو الماستر بتاعها او هو يعني هو السيد بتاع حلقة لان هي خلاص بقى معها فلوس وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا مصقفة زيه وكل حاجة ففي الوقت ده لما قبلت تتجوز وقبلت تتجوز هما ند لند هو مش حسن منها اوكي خلاص بقى حتى هي نفسها قالت I am my husband's life as fully as he is mine وان في النص قالت ان احنا equal اوكي اه فده بالنسبة للنقطة دي بتاعت الحب وستتحكم في ذات وستترعى الزيه طيب هندخل في نقطة مهمة جدا وكتنقطة شائكة طبعا علشان زي ما قلنا انه هي في النقطة اللي جاية دي Charlotte Bronte يعني نادر نقول بتنتقد المجتمع الانجليزي في الوقت ده اللي هو Victorian England من ناحية الدينية اوكي ما بين الواجب الاخلاقي والمجتمع يعني وكده وما بين نقدر نقول استعادة الشخصية طبعا استعادة الشخصية بتتمثل في الحب وكده والواجب الاخلاقي اللي هو المشاعي اللي هو يعني انها تحافظ على نفسها وفي نفس الوقت انها تخدم المجتمع والكلام ده اوكي ما بين انها يعني اه ما بين نقدر نقول روحها وجسمها يعني او جسمها وقلبها في كفة والروحها في كفة لان الروح بتميل اكتر ناحية الجانب المورل او الاخلاقي والجسمه والقلب بيميله ناحية الجانب الحب فكان دايما فيه عندي هنا زي conflict او مشكلة ما بين الاتنين جواها اوكي طيب هي دين قبل التلات نماذج من رجال الدين في اللي هو هي عندي اوكي اول حد قبلته نموذج لرجل دين كان ميستر براكل هيرست اللي هو مدير المدرسة اللي هيكت فيها مدير مدرسة لوود الرجل ده زي ما قلنا انه هو كان منافق وكانش كويس وكان بيعملهم منطل قصة وكان وحش جدا وكان بيمثل الجانب القاصي اللي فيه شوية نفاق من رجال الدين في الوقت ده اوكي طيب في الوقت ده اوكي طيب بعد كده عندي قبلت نموذج هيلين بيرنز هيلين بيرنز اللي هي زملتها فيش في المدرسة طيب زي ما قلنا هيلين بتمثل الدين المتسامح الطيب لدرجة ان هي حتى مش بتدفع عن نفسها لدرجة السلبية يعني اطيبة لدرجة السلبية اوكي طيب دي حاجة برضو ما عجبتش جين يعني يعني هتلاقوا ان الثلاث أنماط اللي عدت على جين هي ما عجبهاش ولا واحد منه طيب تالت نوع اللي هو سان جون سان جون لما هو عايز يضحي بكل حاجة ويدحي بالسعادة الشخصية وبالحب وفي كل حاجة في سبيل ان هو يقدر سالة دينية للمجتمع اوكي فبرضو ده النموذج التالت لرجل الدين او للدين يعني اللي هو عد على جين وزي ما قلنا هنلاقي ان جين ما فيش ولا نموذن من الثلاثة عجبها ميستر بروكلهورست اللي هو مدير المدرسة كان زي ما قلنا منافق وكان بيمثل طيب خلينا نقول في حركة في العصر ده في القرن التسعتاشر في انجلترا كان في حركة كده اسمها اوكي 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 الحركة دي حركة دينية بتعتمد يعني شبه كده شبه شخصية مدير المدرسة ده اوكي فيها نفاق شوية على انهم ياخدوا الفلوس مش كلها يدوها للفقرة وعارفيني جوه بقى الجوه ده اوكي هو 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 بيمثل الحركة دي وعشان كده تشارلوت برونتي كان بتنتقد الحركة دي في المجتمع في الوقت ده اوكي فا وانه هو كان بيفرد كمان على الطلبة حاجات وبيهنهم وبيعملوا معاملة وحشة لدرجة النفيف مرة دين كان ليها واحدة زملتها في المدرسة كانت شعرها كيرلي مجاعد مستر براكلهيرست اصر يقصلها شعرها خالص عشان عايز شعرها ينزل مفروض اوكي نعمل التحكم نعمل التحكم الاوفر بطريقة حتى فيها اهانة يعني اوكي وكانت شارلوت بتعتبر ان ده حاجة مش اصلا مش مسيحية ده يعني ده ما يعتبرش يمثل المسيحية ده بيمثل كده حاجة منفقة وبي يعني حاجة عمل نفسه رجل دين بس هو مش كده فاهمين فده كانت حركة موجودة فعلا في المجتمع في الوقت ده في قرن 19 فكاد طبعا شارلوت برونتي بتهاجمه جدا في الرواية عن طريقه بتهاجم الحركة دي الدينية دي وطبعا ده ما عجبش جين وقد ضده تماما بعد كده هنلاقي عندي هنلاقي انه هالن كانت زي ما قولنا هبلة يعني طيبة لدرجة الهبل السلبية مش بتدفع عن نفسها كل حاجة اوكي ومعليش وعافين الجودة جين كانت حبة حبة فكرة الرحمة والعدل والمشاعر الحلوة اللي موجودة في الدين ولكن كانت ضد تماما السلبية اللي هي فيها يعني مكادش عجيبها فكرة تبقى سلبية مش معنى ان انا بقى متدين ومتسمح ان انا بقى اتأذي اتسيب الناس تأذين فبرضو جين ما عجبهاش النمط بتاع هيلن ايا كانت بتحب هيلن جدا بس ما ما خدتش نفس النهج نقدر نقول اتعلمت منها حاجات ولكن ما مشيتش على نفس خطوها لان برضو كان عندها اعتراض على جزء من شخصيتها او من تركيبتها الدينية طيب هنيجي نتكلم على بس كاب بتحترمها بتحترم جدا هيلن من اكتر يمكن الشخصيات الدينية اللي احترمتها في الرواية هنيجي على الشخصية التالتة اللي هو سان جون اسمه سان جون ريفرز سان جون يا جماعة كان بيقدم لها او يمثل الجانب الطيار المسيحي في الوقت ده اللي عنده طموح وعنده احلام وعايز يحقق انه انه يخلي يبقالوه هدف يعني في المجتمع ويأثر في المجتمع والجو ده اوكي ولكن في سبيل ده بيضحوا بالجانب اللي هو المشاعر والحب وال personal satisfaction بقى والي هي نقول السعادة للشخصية يعني اتضحي بنفسي علشان الهدف اسمع يعني ما انا اصح برضو هنا نقدر نقول انه جين اه عجبها الكلام ده بس ما كانتش موافقة عليه لان هي كانت شايفة ان عشان انا ضحي اصلا بساعدتي انا شخصيا ده يعتبر خيانة لنفسي ما هونا برضو ما انا ليه حق على نفسي اوكي فاي كانت شايف ان ده خيانة للنفس disloyal to her own self ما ينفاش تعمل كيف نفسها برضو يعني لازم يبقى فيه طول الوقت كانت جين بتدور على النمط المتوازن في الدين اللي هو فيه الطيبة بتاعت هيلن بس فيه القوة بتاعت برضو ان انا ما بقاش حد سلبي فيه الاخلاق بس في نفس الوقت ما ضحيش بالحب وبالمشاعر وبساعدتي الشخصية تعمين ايه كانت دايما عايزة الجانب البالانس وعشان كده الكاتبة بتاعتنا خلت ان جين في الاخر رفضت كل دول يعني هيلن هي ماتت لوحدها ومدير المدرسة بعد وهي رفضت تتجوز سان جون وهي عملت التوازن ده لوحدها ان هي عملت زي ما نقول طيار ديني لوحدها اللي هو فيه التوازن اللي هي زي ما قلنا كانت بتدور عليه في الدين اللي هو ما كانش موجود اصلا في الوقت ده في العصر ده في انجلترا راتشستر كان رجل يعني قدر نقول ان هو عرض عليها عرض غير اخلاقي انها تبقى عاشقته بس رغم كده ورغم انها بتحبه بس هي مارت ديتش ما قدرش اقول ان جين كانت ضد الدين خلي بالنا ليه بقى لا هي ما كانتش ضد اولا هي كانت معترفة ان في ربنا وكان دايما بتدعي وكان دايما بتلجأ له لما مستر راتشستر عرض عليها انها تبقى عاشقة لجأت لربنا ان هو ينقذها من الاغراء ده وان هي ما تسلمش للاغراء الحب يعني وقالت هو ربنا هيحميني من ان انا اعمل كده ومارت ديتش انها تعمل ده وهي عارفة ان ده حاجة ضد ديانة يعني ما هي برضو ان هي تبقى عاشقة دي حاجة ضد الدين في الوقت ده وعمال ضد الدينة عمالتنا يا جماعي بس نوك على الاجانب فهي مارت ديتش وده اكبر دليل ان هي كانت معترفة ان هي كانت متدينة يعني ما نقدرش نقول ان عشان هي رفضت التلات نمازج الدينية اللي موجودة في الرواية يبقى هي مش متدينة لا بالعكس هي كانت متدينة جدا وكانت عارفة ان في ربنا ودائما بتلجأ ودائما بتدعي ورفضت تعمل حاجة ضد الدين وحرام فلا هي طبعا متدينة بس الفكرة زي ما قلنا ان هي كانت عايزة الوسطية يعني نقدر نقول اللي هو لا بقى كده قوي ولا بقى كده قوي يعني بقى في النص بقى انا مبسوطة في نفس الوقت اخدم المجتمع ما بقاش يا كده يا كده اوكي يعني نقدر نقول رفضت فكرة التطرف في الدين يعني فده بالنسبة للنقطة دي تالت نقطة او مش عارفة هي تالت نقطة اي جاسق او تالت نقطة السوشيال كلاس وده اللي برضه يعني انت تهينت عليها في اول الفيديو اللي هو الطبقة الاجتماعية وزي ما قلنا انه في الوقت ده كان عندي فعلا في المجتمع الانجليزي كان فيه تفرقة جامدة جدا بين الطبقات في المجتمع وزي ما انا قلت برضه ونوهت ان كان لازم الطبقات ما فيش ماينفعش حد يتجوز حد اقل منه كان الصاحب الشغل بيبص للموظفين انهم يخدمين عنده كان لازم ان الحد الاريستوكراطي ده يبقى غني ويبقى مثقف ومتعلم وبيعنده اتكات وكلام من ده ماينفعش يحصل ميكس ما بين الحاجات اوكي وده اللي خليها ترددت انها تقبل عرض الجواز في الاول او يعني قبلته هي خايفة يا قبلته هي ما ترددتش هي قبلت على طول بس كانت خايفة جواه من الموضوع ده اوكي وبس نقدر نقول ان الموضوع ده عمل لنا مشكلة يعني عملي بعد كده مشاكل في الحوار رغم انه جين كانت متساوية معه في الناحية الثقافية والتعليمية بس الناحية الفلوس يعني هو طبعا كان اغنى منها برضو جين ما كانتش لي يعني ما لهاش ابو وامو وطحين مش حكيت انها مجهولة النسب لا بس قصدي يعني ما هياش برضو اهلها بينين في الصورة فبنت مقصالة بقى وبين قصلاها وانتفاهمين قصدي ما كانش ده واضح قوي في الرواية فده برضو من الحاجات اللي عملت بينهم مشكلة اوكي وخلتها تقلق متجوازها حتى قبل ملاف انه هو متجوز اساسا اوكي وكانت شايفة انه هو هيتنازل عشان يقبلها من وجهة نظر المجتمع مش من وجهة نظرها هي كتعرفة قيمة نفسها اوكي ولكن حتى هي وهي بتكي طبعا هي كانت ضد تماما التطرف الاجتماعي ده اوكي شارلوت برانتي كانت شايفة ان ده تطرف اجتماعي جين كانت بتقول لي ميستر روتشستر يعني فيما معناه طبعا هتلاقوا بقى في المواقع مكتوب الكوتيشن بالانجلش وسنعقول لكم يعني فيما معناه هي بتقولوا انت فاكر عشان انا فقيرة وبسيطة يبقى انا ما عنديش قلب يبقى انا ما بحسش وما عنديش روح وقلب فلا انت غلطان اوكي انا عندي قلب زيك بالزبط وعندي مشاعر زيك بالزبط فهي برضو بتعترض على الحتة دي في الرواية طبعا عن طريق يعني انا شلط بتعترض الكاتبة يعني بتعترض عن طريق البطلة بتاعتي بس خلي بالنا من حاجة بقى انه رغم انه الكاتبة قد ضد الفكرة دي ولكن هي ما خلفتهاش في الرواية يعني ايه يعني ما اجبتش ان هما تجوزوا وهي لازلت فقيرة لأ زي ما قولنا هي لما تجوزته الكاتبة خلتها فجأة ورثت وبقت غنية يعني هي حلت الحتة دي تفاهمين قصدية كانت ممكن تخليهم بتجوزهم صنوية لسه فقيرة لأ برضو ما اقدرش اقول ان يا تشالت مجرد انتقدت الفكرة ولكن ما غيرتهاش في الرواية جين لما تجوزت مستر راتشستر كانت قريدي ورثت يعني كانت زيه في الفلوس وكانت قريدي هي مثقفة زي ما قولنا زيه وكل حاجة وظهر لها أهل اللي هما برضو قريب وبتاع قريبة فهم يعني يعني هي رغم انها الكاتبة قد ضد الفكرة بس ما لويتهاش ما غيرتهاش لا هي برضو خلت جين ورثت في الآخر واتجوزت مستر راتشستر وهي كانت قريدي معها في الوز يعني هي مجرد شاورت عن الحاجة دي فيها مشكلة لكن ما خلفتهاش في الرواية ما نظر هنروح الجزء بقى اللي ناس كتير بقى طلبتهم مني وهو الموضوع يعني المذكر والمؤنس ونظرة المجتمع للمرأة في الوقت ده طيب انا نوهت عنه في اول الفيديو بسأتكلم بالتفصيل اكدر انا قلت ان في العصر ده كان انجلترا بيشوفه اللي هو فيكتوريان انجلند كانوا بيشوفه ان الراجل اعلى من الست وان الست انفيرير انفيرير يعني اقل منه اقل منه في كل حاجة اقل منه في القوة اقل منه في السلطة اقل منه في الاحترام اقل منه في الفلوس كانت دايما الستة معتمدة على الراجل فيش حاجة اسمها انها تشتغل وتصرف على نفسها ويبتبقى مستقلة ماديا لازم تعتمد على حد يصرف عليها على راجل تتجوز ورجوزها يصرف عليها ما فيش حاجة بتشتغل كانت فكرة ان جين تروح تشتغل يوما دي في الوقت ده في النقاط شافوا ان ده حاجة غريبة يعني الناس لما جات قارت الرواية في الوقت ده في ناس كتير استغربت فكرة ان جين رحت تشتغل لوحدها في مكان ما تعرفوش وتعرفش في حد فده كان نقدر نقول انه هو من اوائل الروايات اللي هي الادب المرأة يعني اللي هو بقى وبتكلم على حقوق المرأة وبتكلم ده بس بطريقة هادية فهي صدمت المجتمع فكرة انها تروح وتشتغل في بيت ما تعرفش في حد والوحدها وكانت غريبة على المجتمع في الوقت ده حاجة زي دي اوكي كانت الست لازم تبقى سلبية ما بتعترضش ما بتزعقش ما تتنرفسش ما تتخنقش جين مش كده يعني جين كانت لأ بترده وتتخانقه وكانت عنادية وكان اللي ما يعجبهاش تقوله كانت زي ما تخنقت مع ابن عمها في الاول ما قبلتش نوعي ضايقها وتخنقت معي وده من اسباب اللي خلتها انتعرفش تتعايش مع عمتها لان عمتها كتعايزة بنت مطيعة وثلبية ومهما عملوها وحش برضو تقولهم انا متشكرة ان انتو انا يعني يعني انا ممتنة لاني عايشة معاك وتتصرف بقى بنوت وارفين جين ما كانتش كده وده من الاسباب اللي خلتها عمتها ما كانتش طيقه اوكي فدي حاجة كانت بتتنرفز وكانت هي نفسها قالت في النص انه نرفزتها دي وعندها كانت بتسبب لها ساعات في مشاكل غير لحد ما بدأت تطوع النقطة دي يعني لحد ما اوكي 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 فكرة انها تشتغل شغل وتقبض عليه فلوس ما كانش في الوقت ده ست بتشتغل وتقبض كان الست تقعد في البيت تطرز تعمل تريكو اوكي كلام من ده لكن ما تروحش تشتغل يعني ولا ولا اي حاجة متجودة فكل ده كان شارلوت برونتي بتهاجي او بتنتقد نظرة المجتمع للمرأة في الوقت ده وزي اسم امين كده شوية لو لازم تشتغل لازم تبقى مستقلة ماديا ما ينفعش انها تبقى معتمدة على الرجل ماديا ما ينفعش انها تخليه انه هو صاحب يعني نقدر نقول ايه ما هو اللي بيمتلك الفلوس يا جماعة هو اللي بيتحكم في الانسان تفهمين فلو هي معتمدة على الشخص على الرجل مثلا ماديا هيعمل فيها اي حاجة وهي مش من حقها تعترض لان هي مش مستقلة يعني ماديا تفهمين قصدي ايه شارلوت برونتي فكرت في النقطة دي جدا في الرواية عندي وكانت دايما جين طول الرواية بتحاول تحقق المساواة الإيكواليتي ضد قمع بقى المجتمع يعني المساواة بين الرجل والمرأة مش مساواة بس يا جماعة هي برضو مش مش فكرة مساواة اللي هو ماستة زي الراجل في كل حاجة زي ما بيتطالب دلوقتي لأ هي فكرة بس ان هي ما يبقاش يتبصرها انها اقل من الراجل ما تبقاش مثلا ما عندهاش تقبل اي حاجة يعملها لان هي هتصرف منين فمطارد تستحمله انتفهمين هو ده اللي شارلوت برونتي كاتمطارد عليه مين لي يعني وعادي ان الست ما عندهاش حد يصرف عليها بتشتغل يعني كان برضو ضد فكرة ان المرأة ما تشتغلش ليه يعني هجمت كده اوكي طيب انا عندي كان فيه تلات نماذج للرجالة في الرواية تلات نماذج اساسية اوكي التلاتة كان عندهم مشاكل مع المرأة يعني لو طلق لو ركستوا في كل شخصية منهم هتلاقوا ان التلات رجالة اللي هقول اسمعهم دلوقتي كان عندهم مشاكل مع المرأة اولهم كان مستر بروكل هيرست اللي هو مدير المدرسة كان بيعمل البنات كانت مدرسة بنات كان بيعمل البنات باستحكار وكان بيعملهم وحش ومش عارف ايه وزي ما قلنا وكان قصي عليهم كل الكلام ده اوكي طيب عندي كمان مستر روشستر نفسه هو برضو في الاول كان بيبص الجن بطريقة مش حلوة وكان بتعامل معها وحش في الاول وكان اجريسف معها جدا ولا اخلاقي وكتير لحد ما بدأ يلاقيها بنت كويسة من قصدي برضو ما كانش كويس في الاول ولزال وبعد كده برضو كان شايف ان هي تعيش معها عشيقة وخلاص مهم ان يتبقى جنبه وعشان هو يبقى مبسوط ويعني شوية كان برضو شايف المرأة ان هي تحت امره يعني بعد كده عندي النموذج التالت للرجالة وهو سان جون سان جون برضو كان شايف ان الست يعني هي مجرد ان هي اداه للمجتمع لازم تقمع مشاعرها وتقمع عواطفها وما تحسش بحاجة ومش مهم هي تبقى مبسوطة وبردو على فكرة هو كان طيب وكل حاجة بس كان ما عندوش عواطف يتحسن هو جف في المعاملة مش جف غلس مش راجل جنتل يعني فالتلت شخصيات الرجالة اللي عدوا علينا في الرواية كانوا بيمثلوا المجتمع الانجليزي في الوقت ده فعلا بس على اصعيدة مختلفة ولكن الوقت اللي هي يعني اول قدته في المورهاوس لما قعدت بقى عند اللي هما قريبها سان جون واخويته البنات وبدأت حسن في عيلة وكلام من ده بدأت تحس انها ماينفعش تعتمد بس على ميستر روتشستر يعني هو اللي هي بتحبه هي في يوم الايام قلت له انت بيتي وهي كذي ما قلنا طول الرواية بدورة على هوم فعلا على بيت فلاقيت انه لا ماينفعش ان انا اعتمد عليه هو كل حاجة وانا يعني هي مستقلة بمعنى اصح مش عايزة تبقى الفترة اللي بيعدت فيها عنه وقعدت في مورهاوس اتعلمت انها تفصل نفسها عنه شوية لسه بتحبه بس مش الحب الاعتمادي يعني نقدر نقول اوكي وكمان بالذات لما ورست فبقى كمان عندها استقلالية مادية وكمان لما ميستر روتشستر في الاخر اتعامى دادها افضلية خليه بقى زي ما قلنا انه هو اللي بقى محتاج لها انه هي تبقى جنبه مش يعني مش هي بقى مش هو بقى اللي اقوى منها لا يبدأ كمان يبقى في حتة انه ايه هو اللي محتاج لها فبدأ يبقى متواضع يعني حتة اللي حصل له ده خلى بقى اكثر تواضعا معاها فلما رجعت له وتجوزه بقوا equals equal في الفلوس متصميم في الفلوس في الزقافة وكمان في الدور انه ان هي برضو بتساعد مش هو بس اللي بيساعدها في الحياة فنقدر نقول ده او يعتبر من اوائل الاعمال اللي مسرت الفلسفة الفلسفة الادب الفامانست او الادب اللي هو الادب المرأة يعني اوكي فده مين اللي يعني نظرة المرأة للمجتمع واللي عايز تفاصيل اكتر هسيب لكوا لينكات تحت على الموضوع ده كمان تحديدا لان انا عارفة ان اغلب اللي بيدرس الرواية بيركز عن نقطة دي اكتر من اي نقطة اوكي يعني ان جنرل بس بالذات كنوع من نهاية ادب الانساوي او الادب اللي هو النسائي طيب حنتكلم كمان على عندي ثيم تاني وهو ثيم الهوم او البيلونجنج الانتماء فكرة الانتماء جينا عاشت عمرها كله بتدور على الانتماء كل بيت رحت له من الخمس بيوت كان بتدور فيها على الانتماء وعلى الوطن وعلى الهوم حاولت انها تلاقي نفسها او تنتمي لاي واحد من دول طبعا ما ادرتش اوكي ويعني نقدر نقول ان هي لا كانت سعيدة في حياتها الاولانية مع عمتها ولا بعد كده لما رحت المدرسة برضو ما كانتش سعيدة اني ما كانش عندها حد بتحبه في البيت دا ولا بيحبها بعد ما فيش غير هي الخادمة بسي ويعني برضو مش الشخصية القوية يعني بعد كده لما رحت المدرسة حابة ميستامبل جدا بس ميستامبل مشت ولما ميستامبل مشت من المدرسة بدأت جين تحس ان ما فيش وكاتهيلن كمان بدأت جين تحس انه ما ملهاش حد يعني بيحبها برضو في المكان ومش قادرة تنتمي للمكان لان مهما هي قعدت في المكان ومحاول تعلم الاطفال وباقي التيتشر وكل دا دا برضو ما خلاش تحس ان المدرسة دي بيتها يعني برضو كتحس بالغربة اوكي بعد كده لما رحت بيت ميستر راتشستر الاولاني اللي هو ثورن فيلد كان فيه بينها وبين طبعا ميستر راتشستر قلنا علاقة يعني تواصل يعني اموشن العاطفي وكده وحبه بعض وفعلا هي قالت انه هو only home يعني هو her only home هو بيتها الوحيد ميستر راتشستر بس لما ثابت ميستر راتشستر اوكي وبدأت تعيش من غيره شوية هي بعدت عشان ما تقزيش نفسها ولا تقزي عشان هما الانتين ما يرتجبوش زم انتو فاهمين قصدي فبعد اما بعدت عنه وقارفت بقى حكاية مراته وجودة زي ما قلنا اخترت انها تكون متعملش هلغلط وثابته وفي الاخر لما رجعت له بقى تاني نقدر نقول انها في الاخر بدأت انها تلاقي تلاقي ال home بقى لما رجعت اخيرا لقيت ال home امتى لما رجعت له وهي ندله او يعني يعني خلاص بقت علاقة بقى سوية ويقدرنهم يتجوزوا عادي وكمان مبقاش بينهم مشاكل طبقية ولا اي حاجة من اي نوع اوكي وعرفت كمان حتة احساسها بانه اهم يعني السعادة اللي بتحس بها لما تحس ان فيه انسان محتاج لها ان هي يعني هي مهتمة بحد او مساعدتها لها قيمة عند حد فهمين خوصا لما هو اطعم فكان محتاج لها اكيد فزي ما قلنا انه رغبتها انها تلاقي انتماء ومنزل ووطن كانت حاجة موجودة عندي من اول الرواية الاخيرة وده طبعا نظرا لان هي كانت اصلا نشأتها الاولى ان هي كانت تأتيمة ورقة ربة كريتنا حدش بيحبها فيه والكلام ده طيب عندي برضو حتة القلق والتوتر وفيه ثيم كده نقدر نقول ده اللي ظهر فيه اوه حتة سوبر ناتشرل او جو شوية مورقة الطبيعة خلونا كده نقول انه روايتنا الكاتبة بتاعتي حتت لمسة كده فيها حاجاتك خرقة للطبيعة بتركز مين لي على القلق على الخوف على اصوات خطوات حاجات كده تقلق شوية اوكي خلونا نقول اول مرة يعني القارق يشوف الجانب ده في الرواية كان الريد روم او اللي هي القوضة الحمراء اللي عمتها حبستها فيها اللي هي مات فيها جزء عمتها حبستها فيها طول الليل وهي تهيق لها انها شايف الشبح بتاعها وهو ما كان شبح ولا عجل كان بتهيق لها لان هي كان خايف اوكي منقدر نقول ان ده يعني ايه ممكن يكون اول احتكاك ما بين جين وما بين نحنا كقارق وما بين الجانب السوبر ناتشرال ده في الرواية اوكي وفضلت الريد روم يا جماعة دي في خيال جين يعني هي حتى ما خرجت منها وخلاص الموضوع عدة فضلت الزكرة جواها وفضلت دايما بتجيلها كلما تجيلها قلقانة متوترة في موقف مش مظبوط بتفتكر موضوع الريد روم ده بتفتكر القوضة الحمراء رمز دايما الخوف والتوتر اي حاجة مش مش مظبوطة يعني اوكي طيب بعد كده عندي حاجة تانية حصلت الشجرة زي ما قلنا اللي هي تريت تقريبا شجرة شجرة مكسرات كده معينة اللي هي هما الاتنين جين وميستر راتشستر يعترفوا البقى انهم بيحبوا بعضه هو تقدم لها وبس وبعده اول قبلة تحت الشجرة دي زي ما قلت وانا بحكي انه حصل بعد كده العصفة العصفة دي تتقوية جدا شقة الشجرة نصين اوكي وفصلتها يعني بقت نصين منفصلين ده انما كان يعني ده برضو بيدي احق كده ان الجوازة دي فيها يحصل فيها مشكلة مش هتتكعب اللي عارفين لما حد يعني فال سيء يعني زي ما بنقول اوكي ان في حاجة في مشكلة هتحصل في المكان ده اوكي او في العلاقة يعني ما بينه وتحذير كمان لجين انه في حاجة هتعقر يعني العلاقة اللي بينك وبين ميستر روتشستر والسعادة اللي انت فيها يعني اوكي فكتبة بترمي على انه تحذير ليها طيب هنلاقي كمان بيرثا اللي هي مرات ميستر روتشستر دي كانت دايما بتخوف دايما تلاقوها مشية بالليل وهي جين تسمع صوت خطوات وتخاف تطلع تشوف ده مين حاجات كده لما حرقت لها لما حرقت حاولت تحرق البيت المرة الاولانية لما قطعت لها الطرحة قطعت الفرح الكلام ده كله اوكي كان برضو جو سوبر ناتشل لان كانت جين مش عارفة دي مين وكان يا جماعة بصوا هنا بقى انا عايزة اقول حاجة دايما علاقة اي اي فيلم او او رواية بتقروها او حاجة رومانسية علاقة الحب بيبقى حواليها كده ايه فرشات والدنيا بينكو جميلة هنا لا هنا دايما علاقة الحب بينهم كان فيها توتر حواليها توتر هم مش بيتخنوا لا حواليها جو من التوتر يعني زي ما بقول لكم مساعدة نايمة فرحونة مثلا قال لها انا بحيبكم شفائفة نايمة فرحونة فتسمع خطوات بره حاجة مرعيبة تحصل تقلئها مش عارفة بتحضر فستان الفرح تسحطلق اللي بيقطع لها البدء عارفين كانت دايما العلاقة يحيب بيها كده جو من التوتر وكعبالة كده سوبر ناتشرل كده مش مضبوطة يعني يحيب ان العلاقة دي فيها مش هتمش بسهولة مانا صح اوكي طيب خلي يعني نقدر نقول كده كفاية على الافكار الاسائية او الثيمس لانه الثيمس كتير في الرواية هنا طيب خلونا ندخل بقى على بعض النقط المهمة اللي ديها يعني رمز شوية ورموز بقى صريحة اولا عايزة اتكلم على نقطة الفاير والايس يعني نار وتلج الرواية فيه ذكري كتير اتكرر في الوصف للنار والتلج اوكي دايما النار كان نقدر نقول بتستخدمه الكاتبة لما بتتكلم على مشاعر جين واذر كانت المشاعر دي باشن يعني شغف وحب ورومانسية كانت بتوصفها بالنار او كانت مشاعر غضب انجر الغضب اللي جواها كانت برضو بتوصفه دايما بحاجات لي علاقة بالنار اوكي والسپيرت اللي هي روح جين ان هي روح جين روح قوية روح متوهجة برضو كانت بتوصف التلت حاجات دول دايما لما تيجي توصفهم الكاتبة كان دايما بتلاقوا رموز لي علاقة بالنار اوكي وهي بتوصف في الكلام ماشي طيب دا بيركز اكتر على القوة قوة شخصيتها ومشاعرها الجياشة والغضب الجامد لجواها اوكي كمان هنلاقي انه يعني ايه نقدر نقول برضو الى جانب النار كان في عندي ما هي حاجة تعتبر طبعا النار يعني اللي هو برايتنس الاضاءة العالية قوي الوهج الورمت الدفع كل دي حاجات ليها علاقة بالنار ما مش حاجة تبقى فاير فاير يعني ممكن حاجات مشتقات ليها علاقة بالنار اوكي انهم دايما بيبقوا رمز للوحدة للموت للمشاعر الكئيبة اللي هي مش حلوة الاكتئاب الموت كمان بالزيت اوكي فدايما كان لما بتيجي تشارلت برون تتوصف حاجة زي دي في النص هتلاقوها بتتكلم على البرد والتلج والجودة يعني مثلا هنقول ان اليوم اليوم الجوازة لما الجوازة بوزت اوكي و جين طبعا اتصدمت صدمة فضيعة جين لما جات توصف حالتها الزهنية في الوصف وصفت هتلاقوه ما موجود في تحت في الصندوق الوصف اليوم في اللينكيت بس يعني بما معناه ان هي وصفت احساسها كأنه تفاحة متغطية بالتلج وأنه تلج بتاع كريسمس وفي عز الصيف كده يعني فاهمين كل حوالي 3-4 سطور كلهم وصف حالتها الزهنية في الوقت دا اللي يتصدمت فيها جايمي لو ما عادلها انه متجوز والجوازاتها طبعا منبوزت كلها حاجات لي علاقه بالتلج والتجمد والبرد وكده اوكي اه فا يعني نقدر نقول إن هيا دايما موضوع عندها كده بردو سان جون شخصيته بردو اللي هي حدة شوية جامدة كده وستريكت وستف كان دايما بتوصفها بردو وهي بتتكلم عنه بتوصفه بردو بحاجة فيها برد وفيها تلج وكده فده بالنسبة للنقطة دي أنا عندي برضو في الرواية فيه كذا أم بديلة يعني إيه أم بديلة إحنا قلنا أن جين كانت يتيمة عد علي كم شخصية في الرواية بتمثل أم بديلة لجين طبعا بعض النقاط طبعا لحظوا الكلام ده حنقول أنه مثلا أول رمز أو أول نقدر نقول يعني أول شكل من أشكال الأم البديلة اللي ظهر عندي كان الخادمة اللي في بيت عمتها لها باسي كان دائما بتعتني بيها ولما هي فقت من الصدمة اللي حظت لها في الـ Red Room لقيتها هي اللي بتهتم بيها وكده وعلمتها أنها تغني أغاني وتحكي قصص عشان تهديها فدي كانت أول حد تاني حد عندي كان نستامبل اللي هي المدرسة اللي في المدرسة برضو مش بس أن هي ديتها يعني أنها تقدر تتحكم بقى في قوتها الروحية والجودة كمان علمتها أنها تقهر الألم علمتها كمان تعليم تعليم يعني ثقافة يعني علمتها وثقافتها يعني وده طبعا نفحها قدام طيب عندي بعد كده أوكي كمان هيلن هيلن بيرنز اللي هي زميلتها صحيح يا كتقدها في سنة بس برضو كانت بتديها دروس في الحياة في الجانب بقى اللي هو بتاع الإيمان وقوة الإيمان والرحمة والحاجات دي اللي كانت بتمثلها هيلن فنقدر نقول إن دي كانت برضو تالت يعني تالت شخصية مثلت لها شوية رمز للأم البديلة لها يعني طيب بعد ما الجوازة بوزت بتاعتها هي ومستر راتشستر وقلنا إن هي حلمت بالأمر في سورة واحدة ست وبتنادي عليها وبتقول لها يا بنتي اهربي من التامتيشن فلي تامتيشن يعني هي بالزبط كانت لها يعني يا ابنتي اهربي من الإغراء فهي ردت في الحلم ها فهي ردت عليها وقعت لها يعني أيوة أنا هعمل كده يا أمي فهنا عندي الأمر نفسه كان يعتبر في مرحلة المكان زي أم بديلة لها في الحلم عشان تساعدها إنها ما تستسلمش لمستر راتشستر وفعلا تهرب وفعلا ده اللي عميته إنها هربت من ثورن فيلد طيب عندي رمزين تانين ولو هم صغيرين شوية للأم البديلة بس هم يبيرموا على حاجة في الواقع أوكي وهم الأختين اللي هم أخوات سان جون هو كان عنده أختين زي ما قلنا وهسمها ماري وهسمها ديانا طيب ليه تسموا الأسماء دي بالزيت لأنه طبعا ماري يعني بترمي على ماري أو سيدة ماريا من العزراء كتعزراء وكتأم بالنسبة لديانا ديانا دي يا جماعة كانت في يعني نقدر نقول إيه هي رمز كده برضو في الأساطير وفي الحاجات أو يعني نقدر مش في الأساطير حتى هو في آه يعني بصوا هو رمز مسيحي ورمز أسطوري أو اللي هو حاجة مش طبع الدين بيجان يعني حاجة مش ما فيهاش دين خالص طب الدين بنسبة للرمز المسيحي اللي هو بيرجين ماري أو سيدة ماريا من العزراء الرمز اللي هو الأسطوري اللي هو ديانا ديانا دي كانت إلهة الصيد عند مش عارفة الرومان بقى أو الإغريك حاجة كده يعني إلهة الصيد العزراء خلاص فبردو إن هي كانت إلهة الصيد ومشفيفة بالساعدة فهو يا إيه شالد برانت اخترت الاسمين دول عشان برضو يرموا على فكرة إيه أمة بديلة واحدة في الدين المسيحي واحدة في بيجان يعني حاجة فيها الكفر يعني عاجة مش ما فيهاش دين يعني وهي أسطورة يا جماعة مش دين معاكد ما فيش آلهة تانية يعني طيب ده بالنسبة وعلى فكرة والبنتين دول اللي هم ماري وديانا كانوا عايشين مع أخوهم سان جون وكانوا يعني كانوا عايشين زي يعني ندل ندل له يعني مش أقل منه يعني ما كانوش كانش بيعملهم أقل منه لا كانوا عايشين إيكل وكانوا تقريبا ما بيساعدوا بعض وفكان فيه بينهم شوية نوع من حتة المساوية اللي هي كنت بتدور عليها دي طيب بالنسبة للرموز بقى هم مش كتير بس أنا عندي رمز ممكن تكونوا ده معداش يعني ما خدتوش بلكم منه أكيد هو فيه رمزين أعتقد أنتوا تكونوا شخطوا بالكم منهم وأنا بحكي لكن فيه الرمز ده بالذات أكيد مش هيخطور على بالكم لأنه هو رمز مختفي شوية وهو بيرثا ميسون اللي هي مرات ميستر راتشستر المجنونة دي كتير من النقاط شافوا أنها رمز مش بس مجرد شخصية هي عمتا وجودها كان معقد كده في الرواية وكتير أن هي بوزت طبعا فرحة جين ومسببت لها مشاكل كتير بس على قد ما هي بوزت فرحتها على قد ما هي ساعدت أنها تحفز النمو الروحاني والذاتي بتاع جين لأن اللي حصل ده خلى أن جين تبعد عن ميستر راتشستر وتبدأ بقى أن هي تتحكم في نفسها وتبدأ أن هي تبقى مستقلة بقى أكتر وكده يعني هي من ناحيتين من ناحية أن هي بوزت ساعدتها بس في نفس الوقت هي ساعدتها أنها تفهم نفسها وأن شخصيتها تنمو يعني نقدر نمو فدي حاجة تانية حاجة أن هي كانت دايما بتساعد على العنصر اللي هو سوبر ناتشرل أو اللي هو فيه رعب شوية في الرواية يعني هي كانت من لي هي بيرثة دي هي الأساس هي والريد روم فبيرثة دي كانت هي أساس الموضوع ده وهي اللي زودت رعب شوية للبلوت أو للموضوع أو للحبكة يعني الدرامية بتاعت الرواية أوكي والجو الرواية وكانت دايما بيرثة دي يعني نقدر نقول إيه هي ساعدتنا أنها تبقى رمزة كده أو مش رمزة يعني نقدر نقول تذكير دايما أنه مستر راتشستر دايما هو صغير كان معندوش أخلاق يعني كان بيعرف ستاته وكان الدنيا عنده بايزة يعني أوكي فهي نوعا ما تذكرة لأنه وهو شاب كان برضو مش ملاك أوكي هنيجي بقى لزاي هي رمز فيه بقى نقاط شافوا أنه وأنا متفقة على فكرة معهم في الموضوع ده أن بيرثة دي أنتوا لو فكرتوا في شخصيتها من اللي أنا حكيته في الرواية هتلاقوا أن بيرثة دايما بتمثل الجانب اللي جوه جين رمز للغضب ورمز للحالة النفسية السيئة اللي كانت جوه جين وهي بتخبيها يعني جين ما كانتش بتبين غضبها وتكسر وتعمل أوكي؟ لكن بيرثة دي كانت زي ما يكون هي يعني جين جوه نار مثلا زي ما قلنا اللي هي نار الأنجر واللي هو الغضب والمشاعر والكلام من ده بس هي ما حرقتش إنما بيرثة دي هي بقى اللي حرقت بجد وهي اللي تفاهمين؟ فزي ما يكون إن بيرثة دي كانت رمز للغضب واللي جوه جين اللي هو جين ما كانتش بتظهره ولكن هي كانت كاتبة استخدمة بيرثة كرمز عشان كده في نقاط قالوا إن بيرثة دي كانت العكس يعني الضد بتاع شخصية جين أوكي؟ من فوق الوش يعني جين من فوق الوش بينها هادية ومشارفة دي العكسها واستخدمة التضادة ده طبعا عشان تبين الفرق ما بين الشخصيات والدنيا عاملة إزاي؟ كمان بيناتلي بيرثة دي كانت رمز للستة اللي في الوقت ده لما كانت بتستسلم للمجتمع والمجتمع ولأن هي تفضل قعدة محبوسة في بيت جوزها وما تخرجش وما تشتغلش وما تعرفش حد وده ممكن ده في الآخر بيؤدي لإيه؟ لأن هي بتجبت مشاعرها لحد ما بتتجنن أوكي؟ فيعني زي بترمي على حتة برضو جانب النظرة المجتمع للمرأة يعني إن هي الساعات ده كان بيأثر على نفسية الستة في الوقت ده وممكن يسبب في كده فاهمين؟ فدي من ناحية يعني زي ما يكون إن شارلوت كده عايزة تدينا هنت إن لو كانت جين استسلمت برضو وعاشت مع ميسر روتشستر كان في الآخر ممكن برضو يحصل لها حاجة نفسيا من كتر ما هي عملت تيجبت مشاعرها وكده زي مراته كده بيرثة مش هو اللي جننها يا جماعة يا شارلوت بتعملها كرمز لكن هي أصلاً كانت مجنونة فعلا وكي؟ هي كان عندها زينات جنون في العيلة فهي كانت مجنونة فعلا أوكي ولكن يعني نقدر نقول الكاتبة استخدمتها برضو كاي حاجة دابل كده إنه بيرثة نقدر نشوف إن هي تعتبر يعني تكسيد للعقل الباطن بتاع جين يعني جين متضايقة جوها بس مش بتبين بيرثة بتبين فتعتبر يعني زي ما يكون رمز العقلها الباطن العقل جين الباطن والغضب اللي جواه والغضب من كل حاجة بقى من المجتمع اللي بيقهر المرأة في الوقت ده من السوشيال كلاس اللي هو المشكلة للطبقات الاجتماعية كل حاجة مش عاجبها بقى كانت في جواها غضب نحيتها فده كانت بيرثة رمزل ده للخوف والقلق والغضب والحاجات دي كلها اللي في عقل جين الباطن اللي خلى جين نفسها كانت خايفة تتجوز ميستر روتشتر يعنيها موافقت بس هيكت قال ايه نا زي ما قولنا بسبب الحاجات دي اوكي طيب وعشان كده يعني ممكن يكون الكاتبة خلت بيرثة تقطع طرحة الفرح بتاعة جين نوع من انواع ان الجوازة دي فيها مشكلة ممكن تعملك مشاكل ممكن تعملك مشاكل طبقية ممكن تعملك مشاكل بعد كده فعشان كده اقولت لكم هي ليه عملت كده ليه خليتها قطعت الطرحة هي مجنونة مش اكيد مش بتغير عليه لأ هي نوع من الرمز ان هي رمز ان عقلها الباطن يعني شايف ان الجوازة دي ممكن تسبب لها مشاكل فاهمين هي بيرثة شخصية حقيقية يا جماعة بس هي يعني نقدر نقول ايه كانت رواكة رمز يعني اوكي وطبعا رمز برضو لاستسلام المرأة في الوقت ده للمجتمع والحوارات بتاعة المجتمع وجوه اللي احنا ايه عما ان نتكلم فيه من الصبح ده اوكي طيب هنتكلم على الراد روم القوضة الحمراء اللي هات حبست فيها جين وهي صغيرة ده رمز برضو مهم جدا نقدر نقول ممكن يكون ده رمز يعني ايه طيب رمز الصعوبات اللي جين لازم تواجهها علشان توصل للحرية وللسعادة والاحساسها بالانتماء اللي هي كان بتدور عليه لما تحبست في الراد روم كانت خايفة ده كده رمز لخوفها من الخوف اللي لازم تواجهه عشان لما تواجهه هتطلع من الراد روم فتطلع للحرية وللسعادة والاحساسها بالانتماء وجودة اوكي فنقدر نقول ان الراد روم دي كانت يعني رمز للحبس اللي جين كانت محبوسة في الافكار السلبية محبوسة في الافكار الاجتماعية اللي كانت محبوسة اللي احنا عمينا ننتقد فيها دي اوكي وان هي عشان تطلع منها لازم تواجهها اوكي وكانت دايما زي ما قلنا بتظهر عندي في الرواية لما جين بتحس بالخطر او بالقلق او يعدي عليها حاجة مش كويسة دايما بتفتكر الزكرة بتاعة الراد روم دي او وتقارنها بموقفها الحالي يعني بقى في دايما او مش مقارنة كده زي لينك ما بين الموضوع الراد روم ده وما بين الموقف اللي هي فيه بقى حاليا بتحكيه يعني يعني مثلا اليوم اللي قررت تهرب فيه من ميستر راتشستر افتكرت الراد روم وافتكرت التهديد اللي هي كتحس بيه في الراد روم وزي ما يكون انه ايه فيه ايه حاسة بتهديد عاطفي وكل حاجة يعني واجتماعي وكل حاجة وهي في ثورن فيلد اللي هو في البيت بتاع ميستر راتشستر يعني عشان كده افتكرت ده في الوقت ده انه في ساعتها البيت بتاع ميستر راتشستر اصبح عامل زي الراد روم لازم تهرب من الاتنين فاهمين قصدي فعشان كده حصل وما رجعتوش فعلا غير لما بقيت كف الانهية الجوازة دي تبقى صالحة بقى من وجهة نظر المجتمع وكل حاجة طيب زي ما قلنا انه جين احنا كده خلصنا الرموز زي ما قلنا انه جين عندي وعلى فكرة انا لو حد بيدرس الرواية دي بقى معلش يزودولي وانتو بتفكروا في الموضوع مشهد التلافثي او التورد الخواطر لان ده برضو يهمني ممكن تاخدوه بقى في المدرسة والجامعة هتلاقوا انه ده ده مهم لانه الكونيكشن اللي بينها وبينه في المشاعر ده هو اللي خليها تحس بيه فترجع له اوكي طيب قلنا جين هي البطلة وقلنا شخصيتها كتتعاملة ازاي كتتعاملة على طول ضد المجتمع او مش المجتمع ضد الاحوال نظرة المجتمع للمرأة والمستوى الاجتماعي في الوقت ده طيب خلونا اتكلم على الستنج الستنج اللي هو المكان اللي فيه الرواية قلنا انه خمس اماكن يهمني من تلت مكان هتكلم عنه اكتر يعني اللي هو ثورنفيلد او المكان اللي فيه مستر راتشستر اوكي الاولين بيته الاولين دايما البيت ده كان حواليه زي ما قلنا هالة كده من الكئابة والضلمة والاجواء اللي عاملة زي الرعب شوية اوكي يعني حاجة فيها نقدر نقول امنس نزير كان دايما فيه نزير مش حلو كان دايما حوالين البيت فيه حاجات بتديني فال وحش دايما دايما طول الوقت حتى ما ثابت البيت اوكي طيب اللي يهمني بقى كمان ليه زي ما قلتلكو لما راحت عند قريبها اللي ثابت بقى مستر راتشستر راحت عند سان جون وكده اللي هو اسمه مور هاوس م او او ار طيب ايه مور هاوس دا ايه ايه فايدة الاس عشان نقولتلكو الاسم لقى همية طيب حنقول ان كلمة مور دي بتديني معنى ايه الفلوس وغنى ومكان بين يعني فيه نمو كده لحد كبير اوكي ففعلا في المكان دا هي جالها ال الانهارتنس او اللي هو المراس بتاعها اوكي يعني هي عرفت انها هتورس وورست فعلا وهي عندهم فكان فيه يعني جالها زي ما نقول ايه فلوس اوكي وحصل لها يعني حصل لها نوع من انواع السبات بقى في حياتها يعني اول مرة في حياتها تحس بالاستقرار استقرار مدي ومعنوي لانها كانت زي ما قولنا تصالحت بقى مع نفسها يعني طيب البيت بقى بتاع ميستر روتشستر التاني لما بقى في اخر الرواية لما ثبته الاولاني ورح بقى البيت التاني البيت التاني اسمه فرن دين اوكي فرن دين طيب ده بيرمز لايه كلمة فرن دي لها معنى النمو حاجة بتنمو من جديد يعني اقدر نقول حاجة كانت ميتة وبتنمو من جديد اوكي the new growth وفعلا في المكان ده رمز ليه لانه هي هو ده المكان اللي هي رجعت في المستر روتشستر وفعلا علاقتهم بقى نمت تاني من جديد بس على على اساس بقى صح وفعلا تجوزوا بقى وعاشوا في سعيدة وكده اوكي فعشان كده قلت اسماء الاماكن دي ممكن يكون لها شوية اهمية عندي طيب اه وزي ما قلنا الرواية من وجهة نظر جين لانه هي اللي بتحكي بالنسبة للفورشادوينج او الحاجات اللي بتتنبأ بحاجاتها تحصل طبعا عندي كزا نقطة عندي جوازة مستر روتشستر عندي المراس بتاع جين كزا نقطة كده انا مش هتكلم بقى قوي فيهم لين دول حاجات بقى اكاداميك قوي يا جماعة والحريقة اللي حصلت في بيت مستر روتشستر مرتين حريقة الاولانية تنبأت بالحريقة التانية اوكي انا هسيب لكم بقى الموقع تحت بتاع الفورشادوينج كمان بصوا انا هسيب كزا موقع بتاع كل حاجة هتلاقوا فيه واحد فيهم دخل على الفورشادوينج على طول اللي هو التنبؤ في حاجة حصلت بتنبئلي ان حاجة تانية هتحصل قدام اوكي عشان مش هادرغي بقى فيه كتير لان دي مواقف وفيها كوتيشنز وفيها حاجات محتاجة ان انتم تشوفوها بقى بنفسكم اوكي وبس كده دي كانت روايتنا للنهار ده يعني مش هبالغ لو قلتلي انت اكتر وانا بحبها في الادب العالمي كله الميكس اللي فيها انا حباية جدا وجايز يكون دي من اكتر عاجات لانا كنت اكتب وانا بشرحها لان انا فعلا اي لوفيت ومن اشهر قصص الحب على مستوى الادب العالمي طبعا جين وميستر روتشستر من اشهر شخصية يعني اشهر العشاء نقدر نقول في الادب العالمي اوكي هما وكذا حد تاني لما نعدي بقى عليها بقول لكم وبس كده واتمنى يكون الفيديو عجبكو لو عجبكو ما تنسوش تعملوا لايك بقى وكومنت وشير وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وكل حاجات دي اوكي ورشا وكل حد محتاج الرواية اكتبوا لي تحت رأيوكو ايه ما تنسوش ان كل اللي انا قلته هسيب لكم مواقع تحت ابقوا شفوها عشان لو بتدرسوا الكلام ده بالانجلش وبس كده واشوفكم شاء الله على خير في الفيديو الجاي باي باي